أنا 90% من إنجازات عملتها في حياتي بسبب حد قال لي أنت مشتغلت عمالي عندي كلاينت هو بيبيع هوديث وقدر أنه يبيع بـ 122 ألف كانت مديرتي على طول شايفة أن لا شيء يكفي فأي كنت وبدأت في الأول وأول كلاينت اشتغلت معاه أداني 8000 جنيه وردتبك كان كم بقى؟ خمسة قلت لي أن الشهر اللي فات بس لوحده جالك كم كلاين؟ 11 من إنستجرام قبل ما يبقى عندك 2000 كنت بدأتي بكام فالور؟ فمش فرعا عندي المهم أن الفالور اللي حيييلي بيهتم بالكونتنت اللي أنا بنزله يعني هو ليه بيتفعلك 7000 جنيه في شهر؟ يجعله على الأقل خمس أضعاف واو وبتعاملت الشغل ممكن بالموبايل؟ هو كله قصة من الموبايل محتاج أن أنت بتستخدم طول هي بتنزل لوحدها فأنت تشتغل أربع ساعات في الشهر وخطاص جدا كل الطول مستخدمة لك ودي طريقة اللي انت بدأت بيها وليسة أشغلك يالحظة الوقت لو عادي تشتريوا الكورس على طول دوسوا باينام ونشوفوا جوه كوميوليتي النهاردة معانا حلقة جديدة وحلقة دبابة معانا الجوريلا حبيب يا جيسي معانا يا جماعة حسن جبر أولا يا جماعة حسن جبر انتم ممكن تكونوا عرفتوه في 2016 لما كسب الفيت الفيتس من ان ايجبت ودي كانت البداية دي كانت البداية الناس هفتني منه عايز ودلوقتي اسميك جوريلا ولا اسميك حسن جبر ولا اسميك جبر حسن جبر حسن حلو ناس نسيت حسن ناس ما تقول يا جوريلا ويا جبر وقيتش جبر عشان بس مبقاش خلاص حد يقول حسن فخليني نقول حسن 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 عنده فوق المليون فولور على البلاتفاوم المختلفة ملايين الفيوز كل اسبوع او كل شهر الجوريلا براند يا جماعة السنة اللي فاتت بس ممكن اقولوا الرقم يا حسن السنة اللي فاتت بس مرنه فوق الخمسة وعشرين الف واحد وفي السن اللي فاتت فوق الخمسين الف واحد يا جماعة بجد ان هو يقدر يمرن فوق الخمسة وعشرين الف واحد في خلال سنة ده محتاج بطريقة انتو مش متخيلينها انا نفسي البزنس بتاعي يعني بربعمائة موظف معرفش زي يعرف يعمل حاجة زي كده ان هو يمرن خمسة وعشرين الف واحد التيم بتاعه انا مش متخيل اساسا فبجد جوريلا في الفتنس وجوريلا في البزنس خلي بالك كل الناس مش فاهمة كم الجوريلا جات منين او الاسم جيمنين اقولك الاسم جيمنين طب اول ما مبتديت عشان الناس لم تسأل الاسم جيمنين الاسم جيمنين ان انا اول ما تريدت اعمل فيديو مثلا انا الناس كسبت الفتنس زي ما انت قلت في 2016 فتنس من خمسة وثلاثين والناس عفتني شوية في السوشيل ميديا فبعديها راحوا اعملوا ايه بعدها ربطيت اعمل كونتنت بقريب ستة شهور بعدها اول ستة شهور عملنا بوم كبيرة بس ما كانش فيه حاجة ما كانش اسمه حاجة الناس بطريقة الحسن جاب وانا اصلا اصلا شغلانتي اصلا بوم مار كتير انا معايا بي اي ماركتنج ما حدش اعرف الكلام ده حدش بقى الناس كتير متعرفش قصاتي برضو خلي بالله فاكراك حديد و جيم و كله مالكش ضعب اه خارس انا وقت بتاع بزنس وكمال انت اتخرجت من فين درست فين اتدرست اهلي تصرفوا عليها شوية فصفروني جامعة في السوصة عملت بي اي ماركتنج و ام بي اي م فاينانس وبعاكرا جاعت اشتغلت في مالتي ناشنلس خدت خبرة في نيليفر شوية وفي هنكل جوني في الفترة دي كنت متخيل ان انت حتبقى لك علاقة او حيبقى عندك بزنس كبير في الفتنس خالص ولا كان الموضوع ده بعيد اوي اصلا عن تحكي لك احنا كنا على صحيح احكي لك احنا كلنا كنا لعيب الكورة موازم تسعين في المائل في مجال الفتنس كانوا كوتشيات الكبار علي مظهر انا بتاع مشاكل انا كلنا بتاعي لعيب الكورة بتاعي لعيب الكورة بس انا كنت ببالعب كورة وفتنس وبتاع الجيم وكده ببالعكرا جالي فترة بطلت خالص وقالشي وكان مثلا وزني مية كيلو كنت بل بسويست 36 انا بل بسويست 31 انا عمري ما كنت تخين فما حصيرت دي الفترة دي في حياتي على حيشتني في الناس بتعيش كنت تخين تخين انا صورة دلوقتي ريت يعني كنت مية وخمسة كيلو فتس يعني كنت 36 انا دلوقتي 100 كيلو بس كنت انا قد كده موراتين فما عيشت بقى ده ما كنتش عيشت قبل كده انا كنت وانا صغير اصلا كنت قليل ورفيع وكده وبتاع انا بلت مش مش جفتد يعني فبعلكد ما حسيت دي بقى ببطلت الفتنس جيريني بتاعتي في 2006 مسلا كنت بحاول اخس كنت بقعه جولد جيم على قديمه بقى يا باشا انا كنت ملعب كرة فكنت ملعب شوية ريجلين يعني بس كان موظم مش ملعبش ريجلين سعيتها برضو حقيقة يا حقيقة حقيقة سعيتها بس ما كانش في حدي بساعدنا ما كانش فيه لسه يوتيوب ولا في ناس بتعمل كونتنت ولا فيسبوك فيسبوك كان لسه بادي في 2006 لو عايز تعمل ديبلوما في فتنس لازم تسافر او تسافر يعني هما الحالتين بس فما كانش فيه حد بعد ما كان مجال فيتنس ما كانش بيتعاكلوا ناس على زي فهموا قصدية شوية فكان لسه كان لسه ترينر ما كانتش حاجة ممكن عيب شوية او حاجة تبوه شوية ما كانش حاجة فترتها ممكن ما كانش لسه لسه مكنش تعمل كان تعمل انت كمدرب جيم كان غالبا بيخش كان خريك تربية او ده اقتربية ده اللي ده شغلنته لان هو بيبقى دارس وعامة اربع سنين ويوي ويكلام دخول. فده كان نيمة الدلسودا. ما ابتدت بقى الفيتنس اللي هي بقى زي كروسفيت وفيتنس وكده بتدت تخش بتاعة الناس جيهة تخش الماركت. فموظري بس احنا ساعيتها ما كانش فيه حد دي بيساعدنا. كانش فيه حد دي بيساعدنا. اه خالص ما كانش فيه بقى ولا انترنت بتقول حاجة انت كنتو اي حد بيقولك في الجيم اتجرب اي حاجة كنت بتاخدها واتجربها. يالله هوبا. يالله هوبا ايضا بايسا وشيل. اخلق كم. اه ها وشيل بقى ولا اي حد يقولك اشرب ايه قبل التنمين واعمل ايه بعد التنمين. والعنابوليك ويندو لازم كنا كلنا نقف ناكل لازم ناكل الشيك جوه الجيم. حاجات اللي كانوا بيقول لنا اقف صغيرين. فانا جربت كل حاجة. ومشيت اي كل حاجة. طبعا ساعتها انا كنتش مفكر انها بقى في الفتنس اصلا. خالص مسلا. بس لغاية مسلا بتاعت اتماعي في الفين وستة. لغاية الفين واتناشا كنت بروح الجيم. وكنت كل داع شغلان موظف شوية لغاية مسلا الفين وسبعة. وبعد كانت في الفين وسبعة اهل 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 عندهم مصلح كان مقفول. هم مش شغال. اهل 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 يعني امي بقى هي احنا متعلمين بزنس من امي انا امي اول بزنس امي اشتغل في مصر. جميل. امي من سنة الف وتسعمية خمسة وستين تشتغل في بزنس. وده مهم اوه يا حسن عشان البودكاستة حينزل في مارش ومارش ده وومنز مونت. اه فعايزين ايه? لا يا بشي مش هكذا. ادينا بقى ايه. على ما امك اقول لك حاجة انا فيه ايه الناس بتستغل بمقولها. ولو او الله العظيم. بص مربية ولدين لوحدهم لوحدها تقريبا. ايه كانت متجاوزة مخليفة اخوية وطلعت وقت جاوزت خليفتي وطلعت. وربتنا احنا الاتنين لوحدها وطلعت رجالين الحمد لله تقدر تقول علمكم ايه سين وتعلمتنا وتعوية. مش هيا مش مطلعة رجال ايه مطلعة. اه لا اقول لك امي اعلمتني انا امي اعلمتلي ودعيتلي بص اعلمتلي كل حاجة. فانا اعمل مسألة اعلى في حياة امي. فمش عشان ولا كده انا بقوله الكلام ده دايما لان اه انا شفت رجالة خالص بس شفت رجالة امي بتاع المواقف في رجالة ما شفتاش من رجالة صارها في حياتي. عشان كده بقولك اه ده مسألة اعلى في حياتي يعني. وانا امي بس خلي بالك انا امي ونتكلم في كل حاجة. انا علاقتي مع امي نفس الحاجة وانا عندي نفس القصة يعني برضو امامتي اتطلقت اه اتطلقت راحت كندا لوحدها هي وطلات اخوات انا واتنين اخواتي. بدأت اشتغل من كتر ما اشتغلت وحرقت نفسها دخلت في وقالها من كتر ما هي حياتها لنا. اه للدرجات دي. بس طلعتك انت وطلعت صغيرة وطلعت وحياتي دلوقتي ليها طبعا. نا طوال انت وصغيرة وبتاعنا شديد جيد جوب ما شاء الله يعني. بس كنا بنقول ايه. فنرجع تاني ان اتا كنت في ساعتها سبت الشغل. اه سبت شغل رجعت اشتغل بقى. في الفاملي بزنس. كنت بشتغل عندها مصنع وكنت بقى اشتغل بقى بقى ما تاخد مصنع من الاول وتفتح وتعمله. في الفترة دي حسن كتت ايه اولوياتك? كتت اولوياتك ان انت تعمل فلوس كتير ان انت تفتح حاجة تبقى بتاعتك ان انت تبقى عشان الناس تقول عليك انت كانت ايه اولوياتك? في ساعتها. بوس اولا حاجة انا انا فيه في حاجة انا جوزت وعندي عشرين ساعة. طلقتها عندي ستة وعشرين ونص ما ساعت ساعتين ونص ما تجوز. كنت اه جوزت بسبب اللي هو عالت عارفة الاحلق عايزين نجوزوك? ايو. هو ده اللي صح. هو ده اللي انت شايف صح. هو ده اللي شايفه. خلصت الجامعة وبتشتغل وتتجوز. افتح بيت. خطوة انا مكنش جاهز ليا خالص انا مكنش جاهز اصلا من اش يعني اما شخص مسؤول عن عن شغري وحياتي مش شخص مسؤول عن عيلة. والمددد خمسة وعشرين سنة. وبيزنق نفسه في موقف هو مش جاهز لي وحاجات بتاع. اعاز اقول لك حاجة انا اكتر سؤال بستقولوني او انت ليه سنجل يا جماعة? ليه سنجل? او كان ما بخش في الكلام بتحس ان احنا عندنا الجواز هو هو هدف. يعني هو جزء من حياتك زي مسلا عربيتك وبتاع مش هفق ايه? ايه. مش لازل تجوز. مش لازل تجوز عشان اللي هو انت لقيت شخص مناسب. هو انت او انت مش بقى اصلا انت ما نفعلش ان انت بقى في حد عندنا ولد سن الجواز لازم بتاني نشوف العروسة. هو ايه? طب حبيب قلبي هو ما هيش ممكن نشوف هو. ده مبدئيا يعني. اول حاجة. تاني حاجة بتاع ان انت لازم تتجوز عشان جواز. عشان احنا ربنا خلقنا كده عشان. لا اكيد ما ربنا ما خلقناش كلنا عشان نقعد نتجوز ونخلف ونقعد نخلف ايه. لا في ناس ممكن يبقى عندها اهداف تانية في الحياة ربنا خلق اهلية. مشكلة ان انت بالنسبة للسوسايتي انت فاشل لو متجوزتش. يعني انت عياتك انت غلط انت عياتك. عمد الله انا عديت المرحلة دي انا كان ربنا تجربتين فاشلوا. وزي فول قدامك اهو بس. بس فاقولك فاهم بقى ما خدت خطوة دي تلاعت بقى منها كنت الشخص عشان بس كل الناس بتبقى عشان كل الناس بتبقى بتبقى هتحس ان هما معمولين في تيست يوبز مغنطوش وكده. او والله العظيم انا بقول لها انا عدت الفتة بعد ما كانت طلائق الاولين دا كانت مسلا ستة عشرين سبعة عشرين سنة عدت مسلا من ستة عشرين سبعة عشرين لغاية واحد والتلاتين في حفلة مستمرة. اه بخرجوا روحوا بيجيوا بعملوا مش عافية بتاع كنتش بقى زي عمي مقزيت حد. كنت بقى زي نفس. اه كنت بخرجوا بروحوا بيجيوا مش عافية. اي زي اي شب في الفتة دي بقى. معك شوانت فلوس واشتغلته كده وبتاع بقى وفرحان وفاكرا ان الحياة كده. ما كانتش فيه لونج ترم فيجين ما كانت. ولا كان في لونج ترم فيجين كان يوم بيوم يا باشا كنا احنا نشوف هنخرج الويل كان ده ده فين. يعني كان هداف عن سافر السيف فين هنعمل مش عارف ايه. ده كان هدافنا في الحياة. لغاية لما جيت تم ميت وقت تلاتين سنة دايما بيبقى في قصة اشتعت الشاب ان هو ما يربنا اهديه. اه بالزبط اللي بقى بتيجي كده. انا الله. الحمد لله. انا هاخد. بقى كده اقول لك حاجة بقى لا يزيزك لمان انا اصلا عادي مشكلة في حياتي ان انا لامس بما اعمل حاجة ابقى احسن واحد فيها. ففل بوزان. كنت بس نجم يا. اه الحمد الله. بس بس كنت نجم. بس فبعد فبعد كده قررت لو نمت سحيت يوم قلت يا كماعة انا الحياة ما اكيد مش كده يعني ربنا مخلقناش عشان بقى كده. مع ده مش غلط. ده غلط. ولا بقى كان نمت سحيت كره الحياة كلها بتاعت اللي هي الخرجوة اللي مش عارف ايه. انت كنت حواليك كلهم نفس. كان زيك بالزبط. كان عادي. سحبت نفسي يا باشا مخصة دي. وساعت هكام ربنا عليا ان انا اكتشفت كراسفت. كراسفت كان نزيد فيها ايه بقى? ان هي مش زي انا ترتبعها على كورة وتاعه وش عارف ايه بتاع. فدايما بتحب الكمبيتت في سبورتز. صح. بتاع ريضة وفاهم اصلي يعني. ما ينسى بتاعك بتاع الكمبيتت في سويلت. ايو. عايز بطولة وعايز تزقق مع القدامك. ايو. ايو. عايز تزقق مع القدامك. ايو. ايو. يعني انا بنلعبنش مش هيبقى هالف ازقق معي. يعني خلق افهم اصلي. فقديتني الحتة دي. ايو. لقيت من فيك برادة اسمها كاست. وكيه في ناس في سنين لسة عندهم مسلا ساعتها ايو ستريتي وان عشان كده قفلت اللعبة برضو في حتة الرياضة. خلت اللي. وحطيت ده ده دخلت يا باشا الاول بتايت اطمارن في الفين واتناشر. اي تينك في الفين وطلعتاشر خلت اول كان ليفل وان بتاع كاسف. جامعة فشل. وبعلكها بقي كوتش. وكيه قلت من الفين واربعة عشر دخلت كمبيتشن كنت بقى اطمارن بقى بقى ستة الصبح. عايز اقول لك حاجة. انا اللي حطيني فورمة شغل ايه الرياضة. النوم والصحيان والسيستم والاكل وكل حاجة في حادها وسط الصبح وتنام بادري عشان عندك تمرين. ده الفورم ده جي من الرياضة مجيش من الشغل. ممكن تقول لنا حسن الايك ستابس الواحد لو في واحد في المرحلة لو في واحد دلوقتي حالة يتفرج علينا في الحتة اللي انت فيها في حتة البوزان دي. ام. فكريني بس انا وقفت فينا عشانة يا بانسة يا سمي. فكريني بس احنا انا انا معايش. اوكي انا بس بعمل بوك مارك. بعمل بوك مارك بس اه 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 بعمل بوك مارك. بوس اه على حتة يعني اه ازاي يطلع ازاي يسحب نفسه. وازاي يسحب نفسه فعلا. عشان هو لو اه لا انا هاخرق بس النهاردة عشان صاحب يتكلمني مش مشكلة لا انا بكرة بس لازم لازم لو انت عايز تبطل اي حاجة في الدنيا. اكل. خروج. اي حاجة غلط بتاخدها. لازم اول حاجة تبقى تطلع نفسك من الظروف اللي بتخليك تعمل الكلام ده. فعلا تقطع فعلا يا حسن خالص. تطلع انت لازم انت على الوقتي تتكلم في محالة احنا نتكلم في اللي انت بتتكلم فيه. الوقت الوقتي بس اطلع نفسه من شل البوزون. ما ينفعش ممكن تبقى صاحبهم. ممكن تبقى تسأل علي فتيفون وتود وتنزل تاكل معاها تتغدى معاها بس مش هينفع تتوح تقعد معاها قعدة البوزون هي يقول لي ايه انا ما هنضفشها في الدايت. ماشي. تعال اقعدوا يا رجع معاها مثلا في الحياة. ايه نفس اسم ما ينسات. اقعدوا يا رجع معاها في الدايت. قال ايه مثلا ايه في الاخر عامل دولاب شوكولاتة في البيت. ازاي تعمل دايت ازاي وفي درجة في حياتك كده يعني ما انتها معاها. انا لو عطي درجة كده فأمسك نفسي يعني فهم اصدقى. فدائما لازم تبع على التمتشن. تبعها تنفسك عن التمتشن. اول حاجة بتجذبك. ازاي تقدر تجيب كلاينس يدفع لك من خمسة الاف جنيه لعشرين الف جنيه. تعمل لهم ويبسايت. او ازاي ان انت تتعلم تعمل ده. عشان تشتغل في شركة محتاجة ان انت تمسك لهم. الناس فعلا محتاجة الموضوع ده. وناقص في السوق وفيه جاب كبير جدا. المركز كبير قوي. ففاقش مية وليك. لا اي حد شوطر اي حد يحط وقت وهيتعلم وهيبعيش دعمل حاجة هيوصف. ممكن نجيب لك شغلانا بكزة طريقة مختلفة. وممكن تبقى على حاجات زي كده زي ما احنا ممكن نشوف الواحد بيتفاع له من خمسة وتلاتين دولار في الساعة الفوق المية دولار ومتين دولار في الساعة. معايا علي وعمر عندهم شركة اسمها بيعملوا اي كومير ستورز بل شابفاي. هيتشرحون لنا ازاي هما بدأوا شركتهم من ولا حاجة من لا شيء يقدروا يشتغلوا من اي حتة هما عايزينها في العالم. فلو انت عايز تشتغل كشوبفاي ديفولوبر سواء كفلي لانسل او بتعمل كروفايل على هابورك وتبقى قعب بتشتغل في لانسل دوعك على البحر تدوس على اللينك اللي تحت عشان تبتدي معنا الكورس دلوقتي. وتخليك مش عايف تخليك تعمل الغلط ده او تخليك تعمل كذا او كده. فانا اشتحبت نفسي من القصة دي. وانا ميت نفسي في رياضة. بالصدفة اكتشفت ان في رياضة في ناس لازيزة في نفس الحفقة في حياتها. برضو بتحاول تطلع وتغير حياته وتخس واللي عامل. كل واحد عنده بتاعته. يعني مسلا ايه? لسه طلع من طلقه وتخي وزنه زيادة ويحاول يخس. اللي مش عايف عنده ايه. اللي زي كان مش عايف مسا ايه بيحاول غيرها. بتاعه. فكلنا بنفايت البتل بتاعتنا ايه. وكلنا عنده مشكلته. بس كنا بنزق بعض. فهم اصدق? فسحبت نفس الحالة دي واميت تحت نفس الحالة القصة. الفين واتناشر كان اول مرعب قصة. طلعتاشر بقيت كوتش. اربعتاشر دخلت اول كمبيتش في حياتي كان تيمز. كان هي في مصابقة. وكل ده انت لسه شغال في الفاميلي بزنس. وكل ده شغال في الفاميلي بزنس او بتاع ده وبعمل كلام ده يا بروح الصبح من الموظف في المصنع قاية الساعة خمسة. وباشتغل حاجتي وبتام شفقي وبقى بقى اتمنى بعد ظهر او اكون اتمنى صبح واطمانى تاني بعد ظهر. واخد بقى للقصة وعايزة بقى كمبيتش في بقى وعايزة وصل ما في حاجة اللي في القصة. دلوقتي انت قتليت بس ما لكش لسه مفيش حتة في البزنس مفيش حاجة. اي حاجة خالص. وكنت عارف ان انت بتحباها بتحباها عادي. انا بحباها انت تقول عمي يا حلمي يعني انا مسلا لو جيت قلتلي انا كنت نفسي تشتغل ايه وانا تخرج من مدرسة او من الجامعة او اكتب ايه اولك عشان تشتغل في رياضة. بس عشان اتولادت فعيلا وتقول العيلات تشتغل في البزنس فانا كان لازم اخش كنت مبسوط وانت شغال في البزنس كنت مبسوط لما انت بتسحى وتروح المصنعة كنت مبسوط كنت حيز نفسك. لا طبعا كنت عيز جدا في حياتي انا اتكلم بصراحة. كنت بقى مبسوط عشان بعمل اكامتلش بانت بعمل بعمل بتاع بس انا عامة ما بحب لازم اعمل حاجة او انا بقى مصود او لازم اعمل ليس دعا سيرسلي او اعمل. انا وقفنا فين ذا. اه اخلصت انت مركزة. اي اقسنا اي ربقى خمستاشر انا مقتلس انا مقتلس انا خمستاشر دخلت الكمبيتشن انا دخلت الكمبيتشن تيمز في مسابقة اسمها الفيت اه هي بقى قبل مسابقة فيتنس في مصر يعني بتتعامل من زمان اه هي بعمل يعني اللي بيكسبها بيقفت اسمان اي جيبتو جيم انا طبق له كله بتاع. فدخلنا تيمز وطلعنا تاني. دي كان اول مبتلش اخشها في حياتي. مكاة 2015 ما يبتش حياته. مكاة 2016 حصريتي كنت بطمارن في جيم. طريت امشي من الجيم ده وكده امشها في ايه. وخدت وبيت ارح اطمارن في جيمس الواحدي خالص يعني. فهم قصدي. اوكي. طريتي يعني حصريتي زورت كده معينة. اعمش حصري. ما مشيت من الجيم اللي كنت بطمارن فيه بقى من اول مبتلت كسفة خالص. لغاية لما رحت ادلعبت اه حصريت زورت مشكلة ومشيت. طريت بقى ايه. اعلم وانا اقول مشيت ده بقى اللي خلاني خطر عفاشتة في الرياضة. لان انا كنت باخدها يعني ايه برضو كنت بطمارن بس مكنش بزرعة اكلي قوي. كنت مش عارب بطمارن ولعيب بس ما كان نفسه مش كويس. ايه كنت مش عارف ايه عندي دي فوق مسلا مشاكل في الرياضة ما كنتش عاوز نتاكلين جتنا. فما جي حصري المشكلة دي بقى اللي هو جزيت بقى صراحة. كان فيه انجر كنت بتتورن بانجر بقى. اوووووو ما اقولكش انجر ايه انا عادت اول حاجة ما كانش فيه جيمز كرزفت التانية اشيقة في الشيخ زيد ما كانش فيه جيمز في الشيخ زيد. انا كنت بسوق كل يوم شهرين ثلت شهور من شهر ستة لشهر تسعة بسوق كل يوم التجمع اروح اطمارن في التجمع اسوق ساعتين اطمارن ساعتين وارجع ساعتين. انت فاهم يعني ايه? بس جامد ان الانجر ده ما هخلكش يعني الانجر ده اكشلي زقك ان انت تعمل حاجة بوزيتف تحسن من نفسك مش لو ايو انا كزا اقول لك حاجة بقى بقى وصور وانت احنا في الاول حال كنا ضعاف بعد وكنا منلعب الفيكتم والناس كلها وحشة وانا مش انا تمام وهي منعب من الناس تاني طبع بعد ما بتيجي لك بقى فترة بيجي لك مواقف صعب وتعادلت في مواقف صعب كتير جدا في حياتي يعني فما بتيجي لك مواقف صعب بتبقى ممكن يزعل خمس دقائق بعد الصفات ان انت اه هزعل شوية بس انا هخلي هبقى واخلي مواقف ده يبقى هو اللي بقية حياتي اما حصل له كزا وقع ولا اخد الكلام ده واستخدمه كوقود ان انا اقوم واشتغل وعمل كزا انا من ماداسة دي فا اي حاجة بتحصل لي لا انا تسعين في المائة من الانجازات اللي عملتها في حياتي بسبب حد قال لي انت مش تعرف تعملها بس مش بسبب ان انا عايز اعملها يعني والله عظيم فخدت الفيول ده با شاو وقعدت بقول لك تلات شهور بطميرن في التجمع اه اه امشي المصنع بدل سنة مسلا مش ساعة ستنين تلاتة اوصل تجمع خمسة اطميرن كان اكلك معاك بقى كنت مزبط اكل ولا بقى بقى اصبط اكل بقى وبطميرن بقى 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 بجده بقى وكده هو عمل كايديو بقى بجده وعمل اعمل شغل على النفسي واشتغل على المشاكل اللي عندي جي في شهر تسعة الفت دي بقى كانت بطولة في عشرة اخر عشرة اول حدوشة. ام جي في اول تاسعة واحدة صديقتي اه نازل حسين وجدت فرحت اه جيم كسفت في بيفلي هيلز. جيم كسفت معظم اللي بيضحهم مامز. مامز وحاجاته كده. ما كان فيه بقى حلوف زي بيروح اه 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 اه. كده مش هين فكده بتنزل مخصوص من البيت تفتح لي الجيم ستعة خمسة ونصه. جميل اوه. واتسابني يا تماري ان خمسة ونص سبعة ونص. ما كان هي تيجي ناخده الكلاسز وسلمهم الجيم وتيجي ناخد الكلاسز. ووقفت جنبي. عطت ما هناك عندها اللي هم اسلا شهرين ونص الاخرينين قبل الوطولة. ودخلت الوطولة بقى. انا ما كنت داخل الوطولة كانش عندي ساعتها اي انجازات تونجة يعني في القصة كنت اه بشير حديد. وحش. اه دبابة بسكوات ميتين وعشرين كيلو بعمل لي مش حالس ايه وبعمل ايه. كنتش ببطل يعني فهم اصلي. فعم ما كنت دابة اعمل قصة دي واقول انا داخل على العب الفيت. فاكرناك مش تقدرت اه. فاكرناك مش تقدرت اه. فاكرناك انا كنتش فاكر ان انا هقدر اصلا صراح ما بيني مبين نفسي. بس كنت داخل جازي يعني صراح. مش هنجزب. فمش هما بس يعني. طب انا بس انا هعمل العلاج. ويا عم باشا دخلت. وشاق ربك بقى ان ساعتها الفيت دي الناس بقى بتلعب جيمز بقى الناس اللي تلعب قدامنا وحاجة كده وبتاعمش. يا شاق ربك بقى ان انا اكسب الوحيد مصري ليكسب ساعتها مسلا في الفئة بتاعته. في فيديوهات ممكن لقى اونلاين. اللي هتلاقي صورة وبتاعته. كسبت الوحيد في الفئة العمرية بتاعته. الوحيد مصري كسب كل كله تايني وكده وبتاعته. بس. اما كسبنا الفيت دي وطوف بقى نوع ايه? ايه دا تبدأ يعني في حاجة. وانا كمان بقى اديتري الساقة اللي انا لانا كنتش برضو عندي انجازات قوي في مجال الرياضة كنت بطمأن كويس بشيك ليه حيله بتاع. بس يعني ما اقيت نفس ايه دا طب انا كسبت حاجة بشيك حيلة. فبتلت عتمارن بقى وتشهرت شوية بتشعرت شعرت بس ساعتها بعد ايه اشتغلت مع علي موظهر. الناس كتينة بقول لك مش هستعمل كونتنت. قطولوا يعني ايه كونتنت. كنت لسه بقى ما فيش على البلاط. اقسم بلاه انو كنت بصحة اتمرأ انا اشيل مئة وشين كيلو اقاطيتهم على انستجام فيديو واكتب عليها كابشن. ولا بقى يعني ايه ولا يعني ايه كونتنت. ولا يعني ايه. ما عارفوش انت مين ما عارفوش شخصيتك. ولا كنتش بتكلم بعد كان الانيل بقى ايه? ان انا كنتش بتكلم. ليه ما كنتش بتكلم. عشان انا نلدغ. اوكي. وبتكسف من صغرية يا باش انا بص انا نلدغ. انا نلدغ واسمي حسن جبل. فانا اول اجي اقول لك اسمي اخي يا اسمي حسن جبل انت خلاص عرفت ان انا نلدغ. خلاص ان انا نلدغ. ولا حييت علم. ولا تلقت في بلاي. ولا قريت خطبة الصباح. ولا اتكلمت في اي حاجة في المدازة كلها. في السبعة عشر سنة مدازة. ما تلقى. ما بص ما يا صحابي عافي صوت يعمل ازاي. بقيت المدازة بتعرفش عالي صوت يعمل ازاي. اول ما العلم. بعد كده رحت الجامعة. اه كان عندي كلاس بيزنس. في اول كورت في اول كلاس بيزنس. انا بقى راجل بقى بتاع بيزنس. عمتعلم بيزنس من البيت وكل حاجة بقى تماما. انا بقى دخلت عملت بيبر جبتي فيها ايه. جميل. دخلت البيزيتيش جبتي فيها اف. برافو. ايه بقى. ايه بقى. انا فتكر حاجة عام يوسف مش فاكر اي حاجة. استلواجة نست عادة تنخشني في البيبر مش مستدق ان انا اللي كاتب البيبر. يعني انت اللي بتاع ترد انت اللي كانت بديز. طب ازاي انا بتكسف بس. واسطنع لدي اخف العربي بس في الانجليزي ما ببانش. ماشي مستدق? مستدق او مستدق او بس. فكنت بتكسف جدا. فعمل ما اتكلمت. فمجيس احبي ده قلتلي عمي يعني معايش يعني الشحل انت عايز تعملي. قال لي انا اعمل فيديوز وتبس وبعا كان من انستجام ساعتها الفين وستاشر. سبعتوش في دقيقة. انا بتكلم بسرعة. انت مشايفنا بتكلم بسرعة ازاي? انا ممكن اعلم بس معلومتين. خلال ستين ثانية. بس انت تفهمها. بس اه فبتديت عمل فيديوز. فمرة واحدة ايه ده? هو فقلتوله قلتوله قلتوله عمي يعني انا اتحايتني ايه عايز تجيب موزيق على الدغ. مش هتانفع القصة. قال لي يا عم والله انت شكلك كبير كده وبتاع بكم بتتكلم الناس بتاع تبقى ده فبتديت حك في يعني ايه هو كومبو لازيز جرب. طوله ماشي عمي تعلم جرب. قال يعني اتخسريات. شوية فيديوهات وشوية بتاعها ازاي جال لك فلوور زي هذا. ما كانت فقيتش مكملش. اه نزلنا بقى بتاول فيديو مسلا في ابريل قفل وسبعة طورش. انا زاكرتي وحشة بس انا ايه ابريل ايه ابريل ايه اول قفل وسبعة طورش اللي تسي. ام مرة واحنا امعلم كان عامل شهر عشرة فولور. لقيت ناسي مسلا عني خمسة عمين الفولور في ستة شهور. دام. وناس بتكلم بقى مرة واحنا كان حسن في الفيلد الفيتنس. تشهر بقى. اه كان في الفيلد الفيتنس كده مرة واحنا بقى فيلد الفيتنس يا فهم قصدي. تلقى طبع. كل ده انت لسه شغال في الفاملي بزنس. شغال في فاملي بزنس وبشتغل في بي فت مع علي مصر. جمت. اه بس فابتانا بقى ايه? كان عندك وقت يا حسن ان انت تتمرن وتشتغل في فاملي بزنس وتشتغل مع في بي فت? هي دي بقى يبص بقى اما تحطيت في الموقف ده اللي اتعلمت الموضوع اسمه. ليه? لان انا كنت احمر شغل بس كنت احمر في نفس الوقت الليل لان انا كنت اعمل كل حاجة في نفس الوقت فانا كنت يوم يبيتدي مسلا ستة الصبح بالتمرين يخلص الساعة تسعة عشر بالليل في تمرين مسلا انا بمار الناس واقف على رجلي بس. دايما. وبعد دي مصنع في النص واكل ومش عارف ايه وكلام ده كله فانا عايبوا مسلا ودين تلات شهور بقى لانت نفسي بقى 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 عملت القداء صراحا عملت القصة دي مسلا سنة الا سنة الا شهرين مسلا ومرة واحدة بتريت ابرناوت فكان ساعتها لازم بقى تت. بس كان مهمة حاسا ان انت تزوق نفسك للدرجة دي. عاش تعرف النمت بتاعتك فين? وبعد كده دي الفترة اللي انت كنت تطلع فيها فانت رايزها مش هتموت نفسك في الفترة اللي انت تطلع فيها عشان تبني اسمك. فيها هداف بقى ابتدت. فيها هداف بقى ابتدت تتحط في دماغك. جالك فرصة الاول ربنا ادها لك فانت هزو ساكتش فيها بقى لك سنين مستعد مستنيها. صح. يعني ربنا خلي بقى نعديت في فشل كتير جدا في عائتي وبقى ما تديني فرصة في وقت. صح? مهم. يمكن لزا كان دهالي بدي سنين لن كنت بواسط الدنيا عشان كنت مش عبقى متشور اول كده. صح. بس لما داني في وقت صح رح تكبل ع math alpha حافظ عليها واشتغل عليها ااا اااا. اطلعيت بقى سعيتها طب ايه ده؟ طب انا عملت ااا فجيت في النص عملت قصة الbrand قصة الbrand دي جات لي. كنا ناس بتقولي لتчас هي اطف bleach الحسان جب. انا لازل مع كتير قلت يا جماعة brand live people don't. انت لازل مع كتير فهم قصدي ايه اان او and shan id jane. وخمسطرش vão organization 10 سنين 15 سنة عشرين سنة يا ثيدي. ههمسك نفسي الدي. 20 سن. بس و بعد كده انتهي. فمصدي زي اي حد قبلين اجي قبلين. انما اللي بيكمل اذا انت عملت براند. وبراند بقى وعملت بزنس وكده. بقى اخلي بالك حاجة انا انا اصلا بجرم بتاعي بزنس وبقيت مدارب. اما كنت عايزة بقى احسن مدارب. هدفي انها بقى باطل مص باطل مص جات بالجز بسبب موقف الحصنهولي ده. انا اصلا كنت دخل عشان اعمل بزنس في الرياضة. عشان الفتنس انا ما اقول الفتنس كانت غالية وبالانجليزي. ليه? انت كان ساعتها في 2016 كنت بتروح جول الجيم بتدفع فلوس وتدفع اه اه بي تي كونتراكت او معرفش اسمه ايه. محد اللي كوتش يماراناك. و بيديك المعلومات. ده كان ال اكسس الوحيد. يعني انت بتجوجل بقى وتعيش مع نفسك والكلام ده كله وكانتش الانت اوى كده برده زي دلوقتي. اا فعنا فعام برسيط طب هوا ليه الناس بتكلم. وعكدة الفتنس كان اكسسيبل ل ايه و بيه قوي بس. ما كانش اكسسيبل لناس. فطب هوا ليه احنا في مص. كان كورة او حاجة تانية. اه كورة او حاجة دي وقدم احنا كلنا هلعيب كورة انا كنت لعيب كورة فكرة كلنا كورة. بس قصدي ان الفتنس اكسسيبل لطبقة معينة من الشعب با اكسس معين. طب احنا هنعمل ازاي نعمل ازاي اول حاجة احنا لازم نتكلم عاربي طبعا ما جيت افكر اعمل بردكت بتاعي كانت كونتينس عيطة. قلت طبعا طبعا ليه ناس مصريين عايشين في مصر بيكلموا فيديوهات بالانجليزي لمصريين عايشين في مصر. مش فاكبه معي. طبعا نتكلم عاربي. طب والناس بتتكلم. مسلا مريحة يجي تتكلم كان ساعتها مسلا كنت بشوف ان كتير جدا بتتكلم من استاذة. اعرف الله بيتكلمك دي كان معلومة من فوق. ايو ايو ايو. انا بتعالي فهمك. انا دكتور مش عارف ايه. او كزا او كزا او تعالي فهمك. ايو ايو ايو. انا بالغاية دلوقتي باجي احكي المعلومة بحكي لك معلومة كانني لسا متعلمها دلوقتي هيلهيلي على الحد عالباب وانا ده كان لأقولها لك. جاب. فبصت المعلومة للناس. اتكلم بالعربي. عما عملنا كده. احنا اللي احنا عملناه احنا زي كان. نحنا بناخد فلوس بعد ما كانت راح انت بقى جيم وتدفع مابلشبه كم ده كنت. جابنا فلوس من انتاجنا ودينا معلومات لناس ببلاش. جامد فشغ. فده كان اول حاجة عملناه. كان في ناس بقى قبل ما تخش تكبر فيها. كان في ناس بتقول لك يا ابني بلاش الهابل اللي انت بتعمله ده. ده حيفشل الكلام ده. لا باش انا اكتر واحد اتعامل عليه فيديوهات شيتيمة وما ردش. اللي هتعامل عليها فيديوهات ساعية هتالع عليها. انا اللي انا اتذكر فيها واحدة مسلا منهم. نيوترشنس طلعت حسن جابد اده احمار. ما بيفهمش حاجة. نسمعوش كلامه. يعني هم هكا مش مسكت معلومة. اي مش مسكت معلومة مسلا. ايو والله رزيم يعني. او والله يا ممكن يعني. عملت عمال عليها فيديو ومش مسكت حاجة ان قلتها لا هي طالعة تقول لأيها فيها. بس. بقاس ان انا احمار وان انا كزا وان انا كزا وان انا بقوله كله غلط. شكرا. ما بردش. عامل عليها فيديوهات تانية كوتش تانية. ما بردش. ليه? لان انت كان بزنس موديل اللي شغال في الشيخ ما كانش فيه معك اونلاين كوتشز. كانش فيه حد يبقى اونلاين كانش حد يشايف حتة الكونتينت. تراب حد تانية. في الاول يتشتهمت. وبعد كنا الناس كلها عملت زي. وبعد كنا انت اجمد واحد في العالم. انتا. بس انت زي بتعمل اي حاجة في الاول لما بتيجي تغير تعمل حاجة بتغير مختلفة زي ما اي صنعة بتيجي تلصابت فيها كل الستارتابس كل الكم ده كله بتلاقي من الناس اللي بتعملها قبلك. هتلاقي من السوق لانه مش فاهم. بس ما تلاقي بعد كان الناس لقت ان ده ايه ده بتعمش فيه. فكان سعيد جدا ما جيت قلتهم حسن جماعة ما ينفعش حسن جاب حاوزين نعمل فهما بعتولي صراح كانت فكرة منهم بعتولي اللي هو هيحلل الشخصيطة كل حاجات دي. ايه ايه ازا وتحطيت في موقف مش عارف ايه تعمل ايه. وزي تحطيت في موقف ايه تعمل ايه. ومالتيبل ايه تعمل ايه. فعمل ايه تور بعد تقوله. تمام. تلاقي ان ده بيشبهك باكتر صفات لاي حيوان. لشبهك. فتلاقي تاني شبهة الغوريلا. مش شكلا يعني بس صفاته. ايه. شكلا ده جيل ايه ترقون يعني. شكلا ده جيل ايه ترقون بس ابتدت شبهة. فالناس فكرة انها جاي لغوريلا معشان هو. ولا الجوريلا اصلا مش حيوان جاسف. هو حيوان مسالم جدا. بيبقى جاسف جدا لو انت جيت على حد بيحبه او جيت على عائلته او جيت عليه. بس غير كده هو راجل لذيذ واصلا نباتي كمان ما بيكلش اللحمة وبيهن في الشجرة. راجل لذيذ يعني. اه مش فتح مشاكل. اه انت جيت نكاشته وحيال زبطك. بس كده كده هو بياكل واحد في الشجارته بياكل الخضار بتاعه مبسوط وبتاعه بيهرش وبتاعه. او الله. او ما اكشفت غريلا مش كده مش كده مش كده لازم حد باكش. او فالتشبيه جاي من كده. فما عملنا البراند. طيب يعني كلا بديت مع براندس. يعني انا انا قبلت اي لا انا بديت البراند بتاعي ونخلت براندس تانية. البراند كان عبارة عن ايه لما بدأته خالص? كان ايه اول حاجة? انا كنت انا المنتج. بالبلدي كان هو الليتر اللي عملنا اللوجو فبتعني نحطه بس. بس. وانا اسمي غريلا خلص والناس بتقولي غريلا. ودي حاجة مهمة عايزة انا اوضحها للناس عشان الناس لما بتبدأ عايزة تبدأ بأفكار كتير وحاجات مختلفة ابدأ يا عمي بس ولا يعني ابدأ ابدأ بس. بحاجة صهيرة خالص. عندي نظرية عندي شوية نظرية الحقيقة ده ممكن اشعلككم معاك لازيزة. ياريت. عندي نظرية الايس كريم فانيليا. انتي عارفة نظرية الايس كريم فانيليا. صح? ده احكيت هشعرفها. هشعرفها كويسة. هقول لك ليه? نظرية الايس كريم فانيليا يا بشا. انا عريفتح محل الايس كريم. اول ما تيجي لو جبت تلاتة مصريين. جبتهم مفتحهم محل الايس كريم. هيقول لك بس بقى احنا نعمل واحد بينات برر بالسبرينكلز بالو مش عارف ايه بالايه. والتاني هعمل لك تلات ومش عارف بالايه بالايه. واحد بلدي هقول لك نعمل مستيكة ومش عارف حليب ومش عارف ايه بتاع. يا عم طب ما تعمل ايس كريم فانيليا. خمسة وتمانين في المية من الناس بيأكلوا ايس كريم فانيليا. اعمل ايس كريم فانيليا حل وكونسيستنت وبيع وبسعر كويس وبتاع. وبعد كده بقى جود. دي نظريتي. اعمل يا بشا منتج. انا ما بتيجي تبطيق كونتنت كونت ستين في المية. انا لانتا مش درسها او لانتا مش متباح فيها فلاس بك تتحسن معلوماتك. فالكونتنت بتده يطلع. وبتده حسن كيب اخد ايكسperience اكتر. واي واي كلام ده كله. بتنا نعمل الكرسة دي زاي. نحنا من اكلابريت مع برانز. اشتغلت مع برانز هل تريد ان تكون الحالة لتعمل من كل مكان في العالم؟ هل تتعلم ان تتعلم بانه كل ذلك الموقع تتعلم في مراتك؟ هل تريد ان تعمل على تعمل وخصة وكأن تكون اخطيقاًاً قرار اغيق للعمل-لجاجبر صديقاتي ايه؟ هذا يمكنك تحدث اهل overall ايكس من كيف يشغل او اجب الانتظام وفهم، تتعرفت أجب قديم بالانتظام وشغل يمكنك تيطلق واي كل مهم والاستعداد من قناع والامل من الأعطاء هل تريد ان تتعلم بانتميز وسائل ل البطور حتى تعمل معنا؟ اجب reconoc رأيك تعلم بعض الناس وسائل تظهر أن تكون ما يحتاجه لكي تتعالي كنت تعمل سمتعاً من المستخدمات أو أحساب السببة أكبر؟ أريد أن تفعل شيئاً بكرة أصبحت؟ هل أنت بقيتات صحيح؟ والمتعامل؟ لقد تحيبًا أن تفعل الناس لديك منه. لديك معك. كما تحضير قصد أمتعي نحن أفضل سمتعاً لكي تأتي لكي تحتاج جميع الماليين ويقالي. تعمل مع مع معلومات الوضع في موقفة اللحظة التي تحتاجها كلها المترجم للقناة المترجم للقناة ونريد أنك تكون ممتازاً استعمل الآن انا جاي واحد قال لي هنتاج لك شوية فيديوهات بتادي تعمل فيديوهات فيديوهات بتادي تشهري بس كنت قلت لسه مش بعمل فلوس عملنا البراند وحطناها بتاعه بس اللي اسم حاج بعمل فلوس ولا لا 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 هو وفيش خالص بس بتبنوا حاجة بس بنبني بس ابنك بقى بتادي بقى بتادي بقى افتكري ان هي كانت فلو مية مثلا ده كان اول حاجة نشوفها انا ولك رايبهم البراند عندك مية حاجة ده عملنا بقى اعلانات وعملنا مش حافظة وعملنا انها بتاعه واحدة في البراند في الثانية في الثلاثة ابتليت بقى يو ميك سامونا ويدفاني بقى البراند بتيعاك وتشتغل معان pongي theres تانية اكتر ما جاءت بقى هجوب بقى design مثل بقى كان어요 كان علي مثلا كطورة متجدية ان انتcanGe gets ready الحاجة العلي من اكتر الناس بتسابورتني لغاية يومنا هزا انا هو الناس دايما بتفتكر ان انتم متنفسين في فيلد لازم تبقوا بتشتموا بعض انا كنت بس مانت فرح عليه وشايله وبقى قصبيه ولغاية يومنا هزا بقول عليه فضل عليه المظهر اللي هو فضل علي وتعلمت منه كتير واخوية وقديه مهم الهيلتي كومبيتيشن دي. يعني معلم الهيلتي كومبيتيشن دي هي كل حاجة اللي ان احنا في الاخر باخواته بعكس اول حاجة بيباركلي في اي حاجة هو اول حاجة بيباركلي بيبقى هو. يا معلم الارزاق ما تتعاردش. دي بقى حتى بقى بتتعلمهم متقبل شوية. ان مش معنى ان احنا شغلين في فيلد يعني صحيح شغل حاجة لو احنا نيجي يحط الكونتريكس في الفيتنس. هل تعرف مسلا ان الشرطة شايفكم فيلد الفيتنس كومبيتيتف ازاي? فيلد الفيتنس كومبيتيتف جدا لان الناس دايما بتلمت لنفسها للسكتر معين. ياب. هما بيبقى العشرة في المئة الفوق. في تسعين في المئة تحت احدش بيبقى لهم غير اتنين تلاتة. بدل ما تروح تبتحالب في التجمع تفتح جم 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 التجمع. حاول الناس تخش في مصر كتعشر في المئة. يعني الناس اللي ما بيلعبوا اي نوع من او اي نوع من فتنس او بروح الجم او بيلعب كرة او كان نقر عشرة في المئة. تخيل المنطقة ده يزيد شوية هيبقى عاملة ازاي? هيفتح لنا سوق كلنا. من مية وعشرة مليون او من مية وعشر مليون في عشرة مليون يعني لسه في فوق تسعين مليون او مية مليون. بس عشان تسعين مليون بقى خلي بالك حاجة بولا. ان احنا تزيد تقسيمة مص ان احنا دايما هتلاقي ان انت الاي و بي كلاس فو صغيرين فوق وبعا كده ال بي و بي مينس والسي والدي نازل لحد. محدش بيكلم من الناس دي. او محدش بيخاطب الناس دي. او محدش بيخاطب الناس دي. داتي بتاع بيه كتير بعد اكتشفوا ان هو ده هو ده شعهو يا دي مص. وانت عايزة تخطي المسج بتاعتك تبقى من ايه لدي. ولانت تبقى من ايه لدي. ده اللي بيخليك توقع بتوصل للمس. لما زال انت فضلت انت بتكلم في عشرة في مية فوق او في حتة بتاعة بتاعة بتليمت لنفسك انت عمر ما هتخد جومين ستريم. فهم قصد دي. دائما بتليمت نفسك لحتة معينة. جينا خلاص بقى تعيبت بقى مش ادى اعمل فاملي بزنس انا مو اخر صراحة. واخوية كبيرة موجود. يعني جوريلا بيدخلك فلوس اكتر من فلوس من فلوس فاملي بزنس ولا كان لسه. كان ابتدى يدخل لك. كان ابتدى يدخل لي فلوس اكتر من فاملي بزنس. فجيت قلت لأ انا اخد طب انا دلعتي في حاجة كويسة. وانا مش فيها حلو. وعمل ما اتفرغت لها. يعني انا كنت بالغاية بتقول لك انا بتاعت اتفرغ لكل الفتنس بتاعي بالزبط في عشرين. عشرين? يعني فول تايم. واو. بقى لي سنتين بس المتفرغ. اه بقى لي سنتين ونص سنتين ونص بالزبط بالزبط المتفرغ. للفتنس. جيت قلت اخوية بقول لك انا هاخد انت باشر بليد شوية وانا هاخد اجازة سنة. هحاول. في شغلي. ازا نفعت نفعت ما نفعتش ما نفعتش. اول ما خدت الاجازة السنة دي. في سنة واحدة عملت. مع ورنش ما اسمها جوريلا فتا. عملت ان هي شغالة دلوقتي. اه عملت تاني في حياتي مع عملت ايه? عملنا ايه تاني يا سالمين فقريني كده. في السنة اللي هي الاولية. ممكن حاجات الامباسدور تقولها. اه اه. بعد كده بقى جينا دلوقتي مسلا شغالين دلوقتي الحمد لله كنت اه كنت سفير مؤتمر الشباب في شام الشيخ. اه وبعد كده تم اختبار من الدولة ان انا بقى سفير لحاملة تلاتين يوم. طف. هي اول حملة تتعامل اللي هي لمصر كلها بقى. بنتكلم ان انت هي المبادرة مبادرة معالي وزير شباب ورياضة. وبتالت من شباب ورياضة واحنا جرينا معاهم. بنعمل عمل لهم ويبسايت. بيدار يخش يدار جسر عليه. بياخد من الرقم. بيبالاش. بيجيلو تيشرت وبيجيلو كت على البيت بشنطة بكل حاجة. طب ليه حاجة زي كده حسن انت عايز تعملها ومش بتدخل لك فلوس. ايش معنى? دي بورت من بتاعتك ليه? بقى هفهمك حاجة انا اصلا ما دخلتش قصة دي عشان اعمل فلوس او دخلت قصة دي عشان ساعد ناس. لان انا ما بتقيت اعمل بفتنس جيرني بقاتي وكانش في حال دي بسعيدني. فبتقيت عندي لبان اديني شوية علم. فبتقيت اشاركم عن ناس. ما كانش علم كتير ساعتها يعني كان شوية علم صغيرين وكان معلواتنا بيسكت الاول. بتقيت نتعلم بقى ونشتغل بسبب الشرون انا ونشتغل عن نفسي. اللي بتحسن القصة. ام انه معنى اصلا يا باشا عن اللي انا شو قال له? اللي انا بعمله انا بنسببه اتا بتعمليه بقول له ما بعمل فيديوهات عن الانترنت. انا والله بعمل فيديوهات عن الانترنت. انا انا كنت انا عمرك ما هتلاقي مسلا بقى اقول لك خد اتفع فلوس اتفار على كونتر متاعي. انا كنت بتاعي ببالاش. موجود دايما على بلاتفورمز ببالاش. ولو مش عايش شري مني بروديكت او بروغرام. اتفارق على الفيديوهات. يعني انا ممكن من خلال الفيديوز بتاعتي انت لو تفارقت عليها يمكن تعمل الداية لنفسك تتلاقي الوصفات حلوة هتلاقي التمارين هتلاقي كل حاجة ببالاش عندي على البروفاير. ازا انت عايز بقى وعايز النظام وعايز الكلام ده كله اه عندي اه بتفضل معنا بس ازا انت مش تفضل معنا انا انا بعمل فيي كونتنت من الفين وستواش وغاية دلاتي ديش ولانتي الاساسية. ربك بيبعد بقى. عشان انت بتساعد ناس عشان انت بتاعها. وعندك بنيت علاقات مع ناس كتير جدا. وبعد كده انا يعني اعوز اقول له انا بدايما بقول ايه? اه انا مش بقول فالو ازا بقول فالو ان الناس عام لي فالو هم عاملين جامعية وداخدين فاية. جام. اه انا بالنسبة لان انا فيه ناس بتبعتلي يعني انا بقاح مسلا تعلق لي في افطر على اول محوة لزيزة كمية الناس اللي بتبعتها لي ويسيب انت بتبعتلك الصورة اللي بتعمل لك تاجع. لا الناس بعتلي صورة انا ما شفتها في احتلال كانت كاخوية. انا ما شفتها في هاد انا شايفك انت انا بعمل لك فالو من قفل ستواش وشفت انت جاي من بعيد ازاي. وشفت انت اشتغلت على نفسك ازاي. حاجات ايه كده. فانا اصلا يا باشا انا ما فيش في حدي بيساعدني. انا بساعد الناس. ديس زوارة يدو في الريب. انا شو حبنا يعني يعني يتبه حتى ربنا جعلنا سبب في ان احنا نساعد الناس. انا مش حاجة يعني انا ولا راح تجامد ولا اعو ولا اعو ولا بتاعنا يا باشا اتفع من كده كتير. انا سبب في ان ربنا نساعد الناس بس. جامد جدا. في اصعد شكل حاجة في حياة فلوس. يا جماعة اللي فقد. لو اصغلت اشتغل عشان فلوس. هتفضل صور عمق يشتغل عشان. انو انت اشتغلت عشان الناس تقول عليك انت اشتغل انا بايشتغل عشان ديس طولا هاي شاطر ده الموتيفشم بتاعي في حياتي انا بحب الكرنشن. مش عايب ان انت تقول لي على فكرة يعني. انا بحب الناس تيجي تقول لها انا احسن واحد اثنين ثلاثة مسلا في المجال. هو كويس. هو عمل حياة جديدة. انا بشتغل الكرنشن. فلوس والكلام ده كله بيجي بعد كده. لان انت بفعلا مخلص. بتحب شغل انتك. وخصوص الميديا بقت الناس تفهم دلوقتي خلاص ما بين الناس اللي بتشتغل عشان الفولوورز والفيوز والناس بتشتغل بجد. فهم قصدين. فم لفرصة زي بتاعي تروزي الشاب والياضي دي ان انا اساعد شباب بلدي وان انا بتاعها طبعا انت برعت وعملتها ببالاش. ليه يا بشتغل ان انا ده واجبنا احنا عايشين في البلد دي وبنكم من خيرها. والشباب دول جوا زي اخواتي. وهما اللي زقوني وشالوني وخلوني حاجة. فازاي ما اجي لحاجة. انت شاف ان انت ولا حاجة من غير الناس اللي بتفرج عليك? اه طبعا انا ولا حاجة من غير نسمع. يعني هولا حاجة انا الواحد زي. الستايل اللي هو المصري بقى اللي اتلعوا بسبب سوشال ميديا. بغير سوش. انا مش يعني شخصيتي بتركيبتي بحاجتي بكل ما تنفعش. بتحس ان انت بتعمل الناس خدمة ده انا ده انا بديك الحاجة. ده انا ده انا خالص خدمة ايه ما باشا ده واجب علي يعني هو راجل دخل عمالي بقعت لي وبيديك وانا بقول له يعني 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 احصل لي حاجة بقول لهم ده كل لايك وفولو شير وكلمة حلوة وكل سبورت او انتقاد بناء كان في مكانه او كده ده هو ده متجمع فهو ده الشخص اللي قدام انا مرحبتش حاجة ان الناس هي اللي زقتني قدام ناس انت بتعمل اللي عليك يعني انا انا يعني انت اول مرة تقابلني في حياة صح? صح. هل هو ده اللي انت شوفته على الاستوريز والا هو شوفته على انستجرام ولا هو هو هو. هو هو. انا بعرفش مسلا. انا زي ما انا مش بقول كده انها مسلا كده عشان بقى كويس. لا انا معارش امسل فعلا. يعني ازا فعلا حاجة مش مختار بيها مش عاملها. ازا فعلا حد انا مش حابه ومش اشتغل معاه. اي. يعني ما بعرفش. عشان كده د حتى مسلا بقاش عندي حاجة عالسوشيال ميديا انا بسكت. فيها فتحات بابقى اتدايق في الفتحات مش عبقى انا بسكت. ما عودش بقى اطلع. مش عتروح تمثل واي. او ممثل بقى وتعهل وشوفوني وبتاعم شوف ايه. لا خالص انا بقى عمديش حاجة بسكت. ما مش لازم تتكلم طول الوقت يعني. انت بتحس نفسك سوبر ستار? او بتحس نفسك بتحس نفسك. حول الله. ليه بقى? ليه بقى? ليه بقى? ليه بقى مش بتحس بدا? خالص. او او بس اقولك حاجة. معناك انت من يعني اكبر من اكبر يعني فيش حد في الفتنس. ازاي ما بتحس ازاي ما بتخليهوش ده يقصر فيك? بس اقولك حاجة يعني يعني كنا عشانا شوفت حياتي شفت كمية اشخاص الايجو دمرهم. ازاي? ده اقول حاجة. تاني حاجة يا باشا ان انت اول ما تحس ان انت وصلت وبقيت نجب بتعرف ان انت انتهيت. او والله ليه? لان انت ما خلاص وصلت بقيت نجب ده انت كده بترجم شخصيتك ان انت بقيت احسن واحد وانت مفيش احس نفس منك وان انت اللي بتفهم في كل حاجة وان ما فيش حد ممكن يجي يكلمك يضاف لك اي حاجة وان ان انت خلاص يخلص مروخك ان انت تتلقى اي جديدة في حياتك او اي انتقاد او اي فكرة جاي من حد تاني قلاص بقيت انا. انت ما بتوصل ل المرحلة دي بيبقى بان صلتك. اون شلت ده. اما بتوصل للمرحلة دي بيبقى انت خلاص بان صلتك على نفسك. جب. وانت مش هتشوفها. يعني انت ما بتشوفهاش. يعني بقوب جوه فعلا بيبقى فعلا شا نجم انا بتعمل شفية يا بشر ده يا بشر انا اتفهم من هذا. انا واحد بيخش يوم كل يوم بالليل ينام. ربنا بيصحب منه روحه وبيقزن الصبح ان هو يصحب. اذا ما ممكن ازنكش الصبح مش هتصحب. ايش حياتك كده يا بشر انت تفتكر كده عشان ترن. وعسائي الدنيا الدنيا بعد بتمشي بالعكس. بعد الخضرة انا رضيت اربعين سنة يا يوسف. اقول لك برد حاجات كتشفتها بعد الهدئين. مش هكتشفتها بعد الهدئين كده عشان عملت اخطاق كده جدا في حياتي. يعني بقول للناس. الناس بتخاف تفشل. ما عارش ليه يا يوسف. دايما انا خايف ابتدي بس انا خايف افشل. يا عم ابتدي وافشل يا عم احنا كلنا فشلنا. انت بس بيشوف الهايلايتس بس انا بقول مسلا انا عشان اطلع اب عملت ويب سايت فشل وعملت اب فشلت وبعد فشل قبل ما يطلع مش نزل السوق حتى لا فشل قبل ما يطلع. مغسل بالله العظيم. في التالت محاولة. وفلوس الدفعت. وفلوس الدفعت وفلوسي وفلوس. ما فيش يا باشا وكارت الوح في الارض. وبعد كده بعد ما اما تحلمت في الاتنين الاوليين اللي عارفت اطلع حاجة تل. افشل يا باشا. فهمها صدي? بس بس حياتة النجومية دي لطبنا بعدنا عناها. لا خالص. انا فهمك حاجة. الناس بتقول عليه ايجو. عشان هو بالانجليز بقى حلو. بس هو بالعرض اسمه كبل. ايه اللي ايه? كبل. كبل. كبل انا قل ده اخطر ايه يا يوسف انا قل ده اخطر ايه يا يوسف انا في اول الحلقة. قلت الحتة دي مش قلت له. قلت له. اه والله. مش عايزينه خرينة تتحصب. حط الريف المنتاج. حط الريف المنتاج لو سمع. اه. حط الريف المنتاج. حط الريف البوست لو سمع. فالكبل هو يا باشا. عايز اعز كلمه? انا 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 في الحك في البويت اللي تبقى الناس لات. انا تبوم ليه? انا انت كمان ما قررتش ان انت تحط بتاع الناس اللي. اه. صح. صح. انا بتاع الساعة بتاع الشعب. اه. انا كنت اقول تلتمية جنيه الاول. اول شهر نزلنا كان بتلتمية جنيه. وعدنا ثلاث شهور بتلتمية جنيه. الناس كلها. ما سأسأل فالك حاجة. زي ما قلت لك زي ما قلت لك. زي ما قلت لك ان انا بتديت فتنس. مين معي? مين معي? لا ده عوجيل ده اخوية وبادي معي الفتنس بجوني من الاول. واكبر واحدة اصاب لي من صف مصر بايدو اي يعني لشغلان توقصي يعني. بس اه اخوية ومعي جوني. هو بقى حضر معي الفتنس اكلمني اول مرة قبل الفتنس بسهر صح? قال لي انا عايزة احط لك بتاع التشيرت في الفتنس. انا انا ما عرفش يعني ايه الكلام اللي انت بتتكلم في ده. انا فيه صاحبه من زمان اوي وصاحب انا من ام طريق فودة. فهو عرفنا على بعض فجي قال لي اقول لك ايه انت هنزل الفتنس وبتاعها مش هفيا انا عاوز احط لك اعلانة على التشيرت. انا ما عارفش يعني اعلانة على التشيرت يا معلم. انا هعب الفتنس كان نزلت اكسبت الفتن ومساعدتها بقى هو بقى انا هو بقين اصحاب وباس فانزو هو اللي بيزبط لي السابنس بتاعتي وحاكتي وكده وبتاع هو اخذ جورني معي بقى من اول الكسة. انا عرفه جامد جدا. اه اما اخلص الكريب بتاعي ان شاء الله تبقى الفتنس بالعربي ورخيصة واكساسي بلت افريو. ليه الفتنس تبقى محزورة في حتة معينة. فبتليت انا مش هنخشتغل على كل حاجة. بتلتت الكنل بالعربي الاول. بتلت الكنل. اما جيت عاو نازل الابليكيشن نزلت بتلتينية جنيه في الشهر. تلتينية جنيه في الشهر. مفيش حد ما يعمل. الناس بيتمقرن بالف الالف ونص. يعني كوتشز زي او في نفس مستوية بيتمقرن بالف ونص والفين وحاجة تلتينية الشهر مسلا. انا بتيت عمل وشالينجز فيه اه كازا حد يعني ارقام يبقى جوب وبيحط له دايت وبحط له تمنين وفيها بقى عملنا الاب يبقى فيها زي الوال مسلا بتاعت انستجام. خلينا فتنس سوشيل. وخلينا كلمنا كله. بس عملنا القصة بتلتينية جنيه. معكها بقت ربعمية. معكها ناس من دقيقة ببقينة خمسة ومية. بس ازا ما اقول لكش لا انا عايز معين من الناس يخش ليه مش فارقة معين? ليه مش فارقة معين? لانه شد بي معك ايه? اه الشخص ده بيعايش تاكن في المهندسين ولا ساكن فيهن وبس هو بيكون نفس الاكل وتبقى نفس التمرين. وبكن تتكلموا مع بعض. بالعكس فبقى اينا كوميونيتي ايه ما انا بقول له غريلاتي وغريليني بقول في فيديوز لانه هم بقىوا تانين هم الناس اللي هم الكميونيتي بتاعنا الناس اللي بخش معنا وبشارك معنا بقى قدت حتة لان احنا كمان خلي بالك حاجة ان انا لما جيت عن نزلت الاب ده كان اه بالصدفة بحتة ان هي نزلت اقول الكورونا. ده ربك بقى. سبحان الله. الناس تقول لك انت محظوز. ماشي. بس محظوز حاجة ايه? ان انت كنت جاهز لما جالك الفرصة. كنت بتسعى. وكنت عامل وكنت عامل حبة حلوين من الشغل. وكما جالك البيتاح تحت مقافل الابليكيشن ونزلها فهم اصدر? فبترينا والناس عادة في البيت. في كورونا. بتلتميت جنيه فبقى عندنا ارقام عشان كده وصلنا ارقام اللي كان فيها دي. طح. فما وصلنا ارقام دي بقى ان الكلام ده كله. وفعلا بيجيب ريزولتز جابت ريزولتز الناس كده بيجيب ريزولتز. زي باشا الناس خست معنا بقى من اول بقى مسلا دخل معنا ببقى شهر. دخل مسلا ثلاثة اربعة انا في عندي ناس دقاعدوا معنا سهنة مسلا على الاب قسطت خمسطوش كيلو وعشرين كيلو وحاجة كده. كبيرة. وعملانها مكانش الناس كلها تفكر. مش جيم لازم ادفع في مش عارب ايه. مش عارب ايه. مش عارب ادفع والكلام ده كله بيجي لك ديتيل بالرسيبيز بالفيديوز من حسن بالتمنين. طف. بالسابورت بتاع الكوتشز بالسابورت بتاع زمايلك. فاحنا نزلنا اخدنا الفيتنس دي. وعلى كم انا مكتفتش بدي انا عملت تانية مع اورنج. آآ اسمها جوريلا فت. دي سيروس بالاسمس. بس. حاجة بقى يا باشا بتعمل ايه بقى? دي للناس اللي هي معهاش او معهاش المقدرة ناية في سوشيال ميديا والكلام ده كله. خطير. بخش يا باشا بتعمل ايه بتشترك باسمس بجنيه في اليوم. ببعت اسمس للراخب معين بتشترك بنيه كل يوم بيجي لك يا فيديو. يا تامنينة. يا اسمس والكلام ده كله. يعني انت بتشوف بتجي لك اكسس لتامنين واكل والكلام ده كل ما حصل بتلاتين جنيه في الشهر. وعكس بتاخد حطة تانية. ومش لازم يدفع التلاتين جنيه يعني ممكن لو واحد مرة. هم يدفع يو جنيه في اليوم. ايه اه. يدفع يو جنيه في اليوم. هوا. بيخصب بلو جنيه في الرسيد مسلا تفهم قصدي? بس ويجي لكو اليوم معلومة. ومش موجود على السوشيال ميديا. وعكشي كمان كونتنت السوشيال ميديا بينزل على السيروس الاول قبل ما بينزل على السوشيال ميديا. فبنديم سيروس وعكام كل سنة بنعمل عليها في حد بيكسب خمسين الف جنيه. بس قصدي ان احنا لازم الناس تبتلي تفكر. انا كانت تايمة الفكري ان انا ازاي اخد وان الناس كلها تبقى بتتكلم في الفيتنس. والناس كلها تبقى رياضة بالنسبة لهم مش حاجة. مش لازم تبقى وحشة وعاعة. ومم بتاع مش هفلاء. ممكن تبقى الفيتنس جولز بتاعتك ان ان انت هتتمارن في البيت. وانا همارنك في البيت. عايز تمارنك في الجيم. عايز تاكل اكل سيومي عشان انت دلقتي. كل اكل سيومي. عايز تاب انت ومام ولسه والدة وبتاني شافية مش عارفة تزبوطي اكلك تعانيها منزبوط لك اكل. ببعينين كتر للناس كلها بس فالناس بقت مبسوطة جدا. انت شايف المفروض الاوليات في الحياة لازم تبقى اول حاجة? هو الزمن اللي اقول لك حتى لو كنتش اول حاجة هي بقت اول حاجة. انت دراتي صحيطك يا عزمة تملك في زمن الكورونا اللي احنا فيه ده. الناس اللي باكاتك كلها مبترقش بس انت لازم عاديست اعمل ان انت تبقى عاديست. بس انا ما عنديش وقت حسن انا مشغول جدا. يا عم اللي عايز حاجة بيعملها بيعملها. انت دلقتي اقول لك حاجة. طبعا سنجل صح? يعني مش متجاوز يعني. لا لا متجاوز 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 اوكي مش متجاوز اوكي مش لابس ديبنا طيب. ازا انت ايام ما كنت سنجلة وحياتك شغل وبتعمش عادي بتعمل جالك واحد جديد عايز تتعرف عليه هتلاقيه الوقت. طبعا. طبعا. طبعا نفسي. اربعة خمس ساعة. اه لا اه لا اه لا اتكلم في ساعة. يعني بس دايما هتلاقي ساعة. انت دوقتي بتوضع باوليات يعني انت دفنز وضع اوليات حياتك ازا. انت يا باشي عايز بقى صحيتك كويسة متكبر بتاعف تلعب مع عيالك. الفلوس اللي انت عملتها مسلا او الزبانة كرامة. او حتى انزل انت بتشتغل شغلانة. محتاجة صحيتك. طب ليه تهدر صحيتك. فالغير بقى ان انت الكورونا اصلا مش تايبة عالي حلو ولا وحش. فانت لازم تعمل جزءك. انت تبقى مناعتك كويسة. تبقى بتاكل اكل كويس. انت محافظ على صحيتك. وزنك معقول. لان اكتشفنا ان الناس لان ده عدوات مزمنة زي السكة زي الكلام ده كله مرسل سبت بلا حاجات زي دي. صح. بيقولو. فزنتك كل ما تحلل الشانس بتاعتك كل ما تحسس الشانس بتاعتك. فبقيت اعز ما تعملوك دلوقتي فعلا. فلازم يا باشي بقى كده. في جزء بينه ده اللي هو الفيزيكل. الفيزيكل اللي اللي هو قد يبتدى يوصل مصه لناس ما بتاخده منه. الجزء اللي ما وصلتش مصه لسه هو المنتل. المنتل نفسيا. اللي احنا لست عندنا عيب ان انت بعندك بتاع وعيب ان انت تروح لدكتور نفساني. انا حد ان بقى كان بعيدتي لي بدي ام مش انا من غير اسامي يعني بقى حد بقيت دي ام ان هو ولد عنده خمسة سنة. اه مكتقب. ومكسوف يقول لبابا وامنت ان هم مكتقب. مم. وبابا وامنت حسوا ان هو مكتقب فاتكلموا معاه فهو قال لهم لا. فهو بايكلمني بيقولي ازاي اروح لدكتور من ورهم. قلت انت عندي خمسة سنة عبوك واما تدور اه بناس في حياتك. ده بباعد من الفولورز عندك? بباعد من الفولورز اه اه خلي باتنا احنا نتكلم مع الناس يعني. اه فيا باشا بتروح بيقول لكم معانتك. دي دي في مصر لازم ياخد دي خصوصا سنتين فاتوا. كمية الناس اللي ما اتلاها ناس. كمية الناس اللي خصة شغلانات. كمية الناس اللي مارد بالظروف صعبة. اللي شايفت ناس بتموتوا الدمعة. ولهم بيشوفوا على السوشل ميديا ده اكيد بيفشخلهم دمخهم. شايفين الناس شايفين حاجات اصلا فيك. لها مش حقيقة وفاكرين ان دي الحقيقة الحقيقة وحقيقتهم. اه والناس بقى عادة تموت وكيبهم يموت الناس بتاع كيف تحسوش ميديا ده واحد مش عارف اعمل كده بتاع اصلا الواحد ده اصلا مش مبسوط وهو بيعمل كده. وهي مش بتاع. يعني طبيعي جدا ان احنا بقى عندنا حسية برضو فهم اصدي للناس. فعش انت مسلا انا ما بعيبش على حد. بس انا مسلا. مما دا سالنا مش لازم باين ان انا ركب عربية ايه مسلا. او مش لازم اباينها. الحاجات بتبقى للناس يا جماعة احنا في زمن صعب. وكلام له كله. انا قلقت السؤال مسلا يعني هي بقت نكتة. ان الناس اتعربيتك نوح ايه. ده اول سؤال بحطك. انا ما بقولش. مش هتدفلك حاجة. يعني هتفرق. مش هو ده مش هيدي شخصيتك. هو ده مين انت مين يعني. انا هتدفرق بعك زيكب حلو ركب راحش. هتدفلي ايه ولا هتدفلك? هتخليه تحبري? سوشي ميديا كنت في الاول واخدت موضوع سوشي ميديا ان انا بقى ايه? اولا دخلت فيها ما كانش بالمين سات ده. كنت داخل يا باشا بمبسط وبتاعهم وكل ما حط سوها على انستجامي جيلي لايكات وبنات بتحكسني وبتاعهم شفت يا الله ده الحياة حلوة يعني. ما كانت شافت ان هي مسئولية. مسئولية بنت حرارة. كان في فترة ان انت كنت عايز تشوف شوية. اه طبعا. كان في فترة عايز تتوري ان انت اول ما ابتديت يا لحوي اول ما ابتديت بقى وبيت فوهما وبقى وعندي عندي فانزي يا مان انا. كانش عندي فانزي حادي. لازم افلكس. باعدي فانزي لازم ابتدي لازم احط سوها بالسيكس باك كل يوم. كل دي يا جماعا. يا سيكس باك. ها اه. لازم احط سوها. ولا عنا متمايلا ليه يا جماعا عشان نلبسة شتات لازم تطلع. جمع. فكان في الاول بالاول كنت دخلها يعني بساعد ناسو وتكلم وكده بتامشها فيه بس كان كنت لقوي زي دلوقتي. ايه. عمرتي بقى دلوقتي برضو الواحد كبر وخدت شوية خبرات وشايفت سوشيال ميديا عامل ايه في الناس وانا شايف الناس راحت منها بسابت بسوشيال ميديا. وناس بتجنك حد سوشيال ميديا وخلصت على نفسها وكان من كله. بتبقيش بقى اني موضوع اصل مسؤولية. يعني انا اصلا وسؤالي حاجة. انا واحد ما بشوفش نفسي مسلا زي ما الناس بتشوفني. عماتنا ده ععيبة عندي شخصيتي. فمسلا انا. اصدق ايه اصدقين. يعني انا دايما ببخز حق نفسي. عم تيجي تقولي مش عافية التجامل اقول ايه. بقى زودها شوي. ام 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 فمسلا ايه? بتاني بقى يجيلي بقى اسم بعد بقى فطر بقى اما الناس بقى شافيتني وعملت نجاحه اتنين وتلاتة ومسلا بقى انا بشتغل. فبالشغل بيبانع على سوشيال ميديا. عملت كزا عملت الاب عملت مش عافية عملت ايه? عملت ايه? شاف الناس شافت انجازات بتاع مش عافية. فبتاليت بقى ناس تتكلمي بقى تقولي انا اول واحد مرة في حياتي قال لي انت ايه رول موديل انا شخيت على راح سوري ما عارفش. راحتك قولي انت عزوروس. اقسم بالله العظيم. انا رول موديل ازاي? ده انا حسن اللي هو كان زمان مش عارف ايه وبتاع ايه ودلوقتي رول موديل ازاي? بتاعت اخاف من قصة فما جيه حد يقول لك اول مودي مش هقولي انها بتقلي كده كتير. انا مش بتقليش كده كتير. بس ازاي بتاعي في ناس. يا رايز انت رو موديل. انا رو موديل دبابة. عارف. فأزاي بتاعي يقول لك كده فطب يا لهوي. طب فالشباب بيكتروا ياخدوين موديل بجد. طب انا في حاجات انا ما انا مفعش بقى ما انا مش هبقى منفق. ما انا مفعش بقى كده وربعه ما شوفهم يوعمل كده. فانا لازم تبقى كده بجد. فانا لازم تبقى كده بجد لان انا برضو في الاخر بحط رجع انا دائما برجع اعمل حاجة في حياتي برجحها الربنا. فانا دايتي انا شايف مسلا ان مربنا بيديلك مسلا صوت عالي جدا. على السوشيال ميديا. يعني مش بس صوت عالي وانديك ان انت بصدر ثقة للناس. هو اللي بنجحك. هو اللي بنجحك. دي مسئولية. دي مسئولية ودي نعمة جيدة جدا. قول عاجة ممكن تمشي. ممكن تمشي بحكاوة هو بيديها لك وشوف انت هتعمل ايه. هلا انت هتخدها عشان تفرج ناس السيكس باكس فعلا ولا انت بتساعد الناس. انا عايزة ما اضمنت بنا في الاخرى. اقول له ربنا تديتني سوط وانا سعيتي بي الناس. سعيتي الناس الناس تعمل ايه. انا اشارد معانك بس تحيتي بجد. من غير ما اقولت لهم ان انا بتعورتهم فشلاتي قبل النجاحي. عندي تكسبت شوية خبرات وشوية عالمة بحاول انقلها لهم. بحاول الناس خلي الناس تصلي الفجر حاضر. بحاول خلي الناس تعمل. تلعب رياضة. ده اللي انا بحاول اعملها. مرة فده اقول له ربنا تديتني سوط وعالية انا عملت بيه كسا. عشان ابقى ادع مسئولية. مش بقى فعشان كده انا بقى ولا بيهمني بقى. انا عندي كان فولور قوي. ولا عمري مسلا سالمين احنا شغلين مع بعض بقى انا سنة ونصف سنتين. هم يكلمتك قلتلك ولا مش ولا العدد ولا البدع. انا بعمل كونتنت وبحضر. ساعة كزا انا اتلاها بعد. بببببببب. احنا ممكن بيقع عندنا اسبوع لو يا حسن واقع عندنا ادت مع المشعرف ايه بني عند اسبوع انا زيش فيديو لان احنا زيان اتشغل مسلا. فاصل ده لا انا مش كده انا بشتغل الشغل اللي انا شايفه صح. الشغل اللي شايفه ويساعد الناس. وشغل ان انا بعد كمان خمس ست ستين انا بيوسع دي اقول لي طيب والله هنا كنت كويس. مش قول اللي اللي انا كنت بعمله ده. طيب في حاجة انا عايز افهم يا حسن. دلوقتي انت جاي انت اولا ان حاجة مهمة جدا ان انت جاي من وانت بدأت في الفيتنس وانت عندك نين تلاتة تلاتة وتلاتين سنة حاجة كده انت فعلا تخش. اول انجاز الدي عوضت خمسة وتلاتين. خمسة وتلاتين سنة. ايه اللي خليك تقول لا 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 ده انا حياتي في البيزنس انا انا مش هابدأ حاجة جديدة فحرسك حاجة كل اللي انا عملته عشر خمسة سنة اللي فاتوا دول حيروحوا على الفاضي. ليه عرفت ازاي اولا تخش في مجال جديد وان انت تسكيل في اشتغلت على نفسك كتير كنت لازم تعلم حاجات بره حاجات كمان انت كنت شغال في حتة اوبريشن اوي حتة مصنع دي. مصنع وعمال وكده. اوبريشن جدا يعني الانلاين ده حاجة تانية برضو عالم تاني خالص. عرفت تعمل ده ازاي? بوصة اقول لك حاجة اااااااااااااااااا الا واحدة المخ يمعني انا من نوع اللي هو اي بيليف ان انا زى حطيت حاجة في المرية عاملة. ام. ليه? لان انا باجع مسلا يا اقول لك انا تعلمت التبيخ ازاي? انا محب اطبخ جدا امحب الاكل جدا وهو ده. احنا معزميين يا جميعات فاضي يا سلام انا كنت امي قالت لي حاجة ودي لك امي نوريتي عانية فيها وبعد كنت بتستخدم الموديل ده في كل حاجة اول ما عرفت المجال الفيلم ميجي التحديدة للمونتاج عدت مع حد مونتير شطر جدا وعدت سألت انت ايه اللي دخلك المجال اولا عرفت ازاي انت عندك المونيبة اللي تساعدك وتخليك تبقى مونتير وشطر اول متميز كده ايه انا ابتديت اكتشف الموضوع ده واحنا عادينا عالقاوة مع صحابة بلس لقيت نفسي بعرف احكي لهم الكصة وبقى هم متشوقين من طريقة الحاجة بتاعت اكتر من الكصة ناساق طول الوقت عايزيني اعرفوا ايه اللي جاي ايه اللي جاي شفت ان انا بعرف احكي الكصة فويس انا عندي الموجبة ان احكي الكصة فويس انا اعرف اقول لك الكصة حتى انت سمعتها قبل كده مجرد بس ملعبت الاحداث او ابدلها او ادوب حاجة قبل حاجة او اعمل اي تعديل فيها انت تقوم تشوق تعرف الكصة دي مني اكتشف ان هو عنده الموجبة دي ومن بعدها دخلت مجال المونتاج وتعلمه بقى ممتير شطر جدا اشجاعة لو انت عندك الموجبة ان اتفك الكصة وعندك الموجبة ان اتفكي الكصة وانت اتفكي الكصة وانت اتفكي الكصة بتعدل وتخلق كصة جيدة كل مرة تقدر تحقيها بشكل مختلف ده موحل جدا لك تتعلم مونتاج وكش المجال بتاع الفيلمينجا عن مدن اشجاعة تدخل على كورس سنة ودلوقتي تاخد كورس المونتاج اللي بيعلمك من البداية حتى الاتراف عن كل تفاصيل اليديتنج وكل تفاصيل الفيديو ايديتنج والمونتاج والحاجات اللي بتعبيرنا هو الصعبات والمشاكل علمك كمان يشرح لك كمان اساسيات اليديتنج عن مدن سواء ان كان على ايبرراميج او سواء ان كان كونس اشجاعة تاخد الكورس دلوقتي دي مرود لها عايز اتعلم طبيخ ايه طب ايه اتقال الخير ساكسويت ايه اصطبيخ صعب ايه طب ايه هو مثلا اي حد بيتبخ في موخزيال عندك لأ اريدتي في بيارفهم اكترك منك لأ ايك عنده ايه التالتة ايه ايه طب انت اتتعلمش ديه اطلع اه اه اعتلي ا افطوieri ام ايه اتعلمت انا اتعلمت طبيخ من فيسبوك ويوتيوب وانستاجرام بتاعت اطلع وصفات ويوتيوب وامشي وراها شغل الايباد في المبق حتى لهذه الدرجة دقتي بايت اعلى الوصفة واخش اعمل بالسنس مسلا في مرضي بس بخش بالايباد المبق وحطه جنبي واتعلمه في واحدة في الثانية والثالثة دقتي انا مكنتش باعة كنت في الاول بتاعت بحمر بطاطس وعمل بيد وواش في العحمر زي ما كلنا كنا بنت راجل سنجل بادي واشتفتر دقتي بس يا باش عمل لك بجد خروف عمل لك منخية عمل لك حاجة منو عاله الهالتي مش هالتي مش كنا نكون فهي عمل نفس القصة دي انا في اول ما قلتلك صح بيجي كان ليني قال لي يعني ايه تعلم نعمل كونتنت وطول يعني ايه كونتنت عالي يعني كزا وطول طب فهمني بطري فهمني بطري تعال خد البتاع بطري تعال دي عتا اروا تعلم وقرد تعلم وقرد تعلم وقرد يعني هقول لك انا حاجة لزيزة جدا تعرف انا رو الموضل بتاعي في حياتي مين مسلا درك. جامل درك. درك. كما احد برضو في اسمه اميريكل برضو درك انا انا اكشي عاي موضل حياتي زي درك. اقول لك ازاي. مهم الاو الوحدي باندرو موضل اي جماعة. انا عندي في حياتي غير امي مسلا درك وكده. اقول لك درك ليه? انا واي في ايه اياه في 2016 او 15 حقيقة. بيتحكي ازاي دروك عبانا البيزنس امباير بدعت ان هو بقى اكتر ممثل بياخد موتب في العالم عنده 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 فبتريت اقرقص حل رقصة حياته كان اصلا مصارع بلعب في ال اما بتغير في المصارع اصلا كان كان شخص اه بالناس بالجمهور بيدعبوهم ابوه مش بوه كان بيخسر دايما ايه بيقعد يستفز الجمهور ومشاه فيه بتاع اما اشتغل كده في البتاع ده اكتشف ان هو مش يوصل الحاجة فحول الكاركتر بتاعته في الWWT تمثيل انت عارف يعانا. فحول الكاركتر بتاعته لبقى معه شوية مع رفاحة الحاجب معه مش عارف ايه بتاعة. بتاع بنا نبني بنا بتاعه ازاي? بتاعه في الرياضة اللي هي الريسلنج. اللي هي الحاجة اللي هو كويس فيها. ما بنا بتاعه في الريسلنج اما جاي يمثل هو رايح بجمهور يا باشا هو مش رجاي فاضي. جامد. غير ما اي حد من يبتدي واحد. فانا عملت الاسقص. انا مع التبراج انها عمل كنت عبني جمهوري بتاعي في حتة رياضة. كنت بتكلم بيور رياضة. طعم بتاني دي البيزنس. نعم البيزنس ونوسحها وكل دولاتي اما بيجي عمل حاجة مسلا لبزنس. ليه مش عابقية بتاعنا معي ناس شايني معي فولوين بتاعي. فانو بصدي. بدك عمل حاجة بتاني حاجة ان هو عمل براند. اللي هي البل. اللي هي دروك. اللي عملت بتاعه. رتا انا عملت الجوريلا. عملت الجوريلا. بس عملت ليش بقى كوفي بيست بقى. انت دوقتي يعني انا اما بقول لك دوقتي. ايو. انت مش بتسرق احنا ممكن نقلت بس مش بنسرق. انت عم تعمل حاجة بتعملها والحاجة بتعملها طبعا عن فرق الحجم يعني هو ان هو سوبرستار بليونير واحنا يعني محدش عارفنا. بس قصدي ان انت بتاخد النفس وطبعها بطريقتك. ايو بس الناس يعني انا كواحد مصري انا مش حريلت لدراك قد ما حريلت ليك. مسلا ليه لان اخدت قصته ومصرتها. بزبت. وخدت عدته وعملتها. وعملتها يعني خدت منها الاساسيات بس عملتها بشخصية. صح. هنا في مصر هنا بناخد شخصيتي الرجل بشغله. اه فمصر اعمل طبع حاجمي زي وبقى وكانه بتعمل مصدين. فلأ انت ممكن تجات انسبايرت. فانا لست كنت بحكي قصة جوريلا دي على ريلز من قريب. عملت قصة جوريلا دي بس. لو قلت يا جماعة ان انا تعلمت جوريلا جات ازاي فقلت انه وابعتولي الامتحان ومتلا مش هفينه فيه نوعين من الناس انتراكتت مع الستوري نوع كبير جدا بعتلي بعتلي الامتحان عشان ليه هيعمله يطلع ولف يطلع مش عارف اكس يطلع مش عارف ايه يطلع بتاع ايه ومهو حطت بتاع طب انت كانوا ماتش حاجة انها من الناس تانية بعتتي طب هو انت ليه عملت الجوريلا طب انت لها هي ما جات جوريلا يعني هي ومسلا لو كانت جات حاجة تانية ومش عاملها بس هي جوريلا معها بتاع مش عاملها بس انت لازم تاخد القصة تشوف البند اللي انت زي انت بتبتيدي مثلا في الفتنس وطبتيدي الكندا كله تشوف البند اللي ناسبك انت اللي ناسب شخصيتك انت ما تاخدش بند او تاخد قصة مش مناش بشخصيتك وانت قبل ده اصلا كان عندك سبب كنت بتبدأ عشان سبب عشان تساعد الناس انا اصلا بطبيق قصة وغاية او من هذا انا بساعد الناس انا اكتر انا بعمل عندي فاقة الاسئلة فاقة الاسئلة دي الازل فاقة في الاسبوع بعملها مورتين بعملها تلات وخميس مسلا او بعملها اتنين وخميس قد على انستجرام انا بقعد على انستجرام باشا انا بقعد بيجي لي مسلا فوق المسلا الالف السؤال المسلا في المرة من بتاع التمرين لأكل حكي لنا قصة تلك اللي مش عارف ايه الكلام ده كله انا شايف ان انا لازم دورنا انا احنا نعمل المكناش بالناس بالكيتش بتعملوا قبل كده اننا مبتدين انا مكنش فيه فقة المنترشب احنا ممكنش فيه ناس حوالينا متعلم منها احنا انا الناس بتسألني بتبعتلي بتعامللي الكلام ده كله انا مثلا اقول لك حاجة انا من من شوارة ونص كانت تريح افنت بتاع العربيات اصلا انا بحب العرياء انا راح افنت مع عربيات مع صحرا مع صدقائي بتاع العربيات فوقفت على الصحراوي قلت ان انا راح الافنت فاجأ لي واحد ولد انتفضل كنت معي. جالي هو من اسكندرية. قعد حكيني ان هو عمال يفولو بقاله سنتين ونص. جاب. وانه ابتالى ان هو سنتين ونص. ما كانش بيشتغل. كان عاد في البيت مع اهله. لسه بخلص جامعة. وكان مش عارف ايه. ما عام بيعملش ايه. مش عارف ايه. مش عارف يعمل القصة. ايه عمالي يفولو. بتالي نتكلم ويساعلني كم على كم حاجة ردت عليه. وهي مش عارف ايه. جاب. وبيسمع الحاجات اللي انا بعملها وكلام ده كل. عايز اقول لك بقى ان هو ده بقى الفرق ما بين بقى الشباب اللي تسمع والشباب اللي تعمل. قعد بقى احكي لي ايه بقى? اللي هو بقى له سنة ونص. ساب اهله في سكندرية. الناس اللي جابش غريبانة خمص. جاب. وشتغل في كوربت في شركة كوزماتيكس مولتي ناشن الكبيرة في الفاينانس. بياخد خمسة وعشرين الف جنيه. طف. ما كنتش احلمه احلم من انا اختي بيه ان الناس اللي متخدم جمع سنتين. جاب عربية بتاعته بالقصد واعتمد على نفسه وجاب بيت لنفسه في. جاي يقول لي انا ما سمعت انت عملت ايه انا جيت عملت اقول لك انا عملت ايه. انا حتلات احكيت عالك قصة عسطورية عملت له تاج. وعملت اه مامته تاج عشان مامته اهل وزن بقفحين بيه انه احد خاد معلومة وعماء واستغل لها. مش خاد معلومة وراح يعيدها. لان احنا يبقى كل الناس خلي بالك ان احنا كل الناس عايزة تبقى نجوم. حانش عايزة يبقى افوها الكاميرا. كان فيه فيلم زمان للتوفيق ادينا يقول لك اما كل الناس هتبقى فتوات وما مين اللي هيضرب. هو ده بقى مشكلة دلوقتي اللي في وجودها في احوالي. دي مشكلة موجودة في العالم. ان كل الناس عايزة تبقى نجوم. طيب مين هيشغل مين هيعمل بقيت الشغلانات يا كما هاي. احنا كلنا نقف قدام الكاميرا منها افوها. ايه انا فهم قصدين? وحكرة دلوقتي الناس كلها فكرة ان انا عامل اكاونت انستجرام وان انا يبقى عندي فولورز وان انا يبقى عندي بتاع ان هو ده مخيص الحياة. ومفاكرين ان انت نجم بس انت قدام الكاميرا بس انت قدام الكاميرا وورد كاميرا انت اللي بتلعب الاتنين. احنا بنعمل كل حاجة بقديمة في الاول ومبتلين كنا بنعمل كل حاجة دلوقتي معنا ناس ومعنا تيم والكلام ده كله. هاجه على سؤالك اللي انت سألتوني ازاي القصة اللي انا اول اللي بتايت انا صحيح كنت بشتغل كل حاجة بيدي. يعني كنت برد على الانبوكس. كنت برد على الناس. كنت برد. ودي حاجة حسن بتعصبني جدا بالوقتي. لا اه انا لا انا 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 عايز تيم يوصف انا عايز تيم هيجي يجي يعملي انا عامل كونتنت بس. انا مش هعمل يا عم انت لازم تعمله بنفسك الاول لازم تفهم. اتعمل ازاي وتغلط وتشوف. انا عايز حد يمسيك لي بتاعي يا عم لازم انت تعلمه وتعمله بنفسك عشان اي شركة حتيجي. انا اول مرة اجيب مودريتر احنا جمنا مودريتر امتى يا سالمين? كده كنت انا ويا سالمين كنت بتتبقى معايا في الانبوكس بتساعد يعني بس بس بتتبقى تساعده على البزنس يعني ما كنتش منه ده ما كنش انا في حاجة بتوع منها بس كنت اشتغلتها بيدي كنت بصور بتاعي في البيت. ام كنت بقى. دلوقتي اما بطلت اشتغل بطلت اشتغل الاول لما بطلت اعملنا يعني كان اول كانت الاب. اما الاب بقى عندنا عدد كبير من كلاينتز. بتدعب عندنا. فالانكم يستحمل لان انا احمل عليه ناس. فبطلت عملت كان سالمين اول حد ييجي معنا. جب. وانا تلاتة بس في الاول. الحمد لله انت احنا. التيم ده في الاول خالص. لا تيم بقى له سنة ونص اشتغل فيهم. بس بغاية من سنة ونص كنت مشتغل بداعي. وصراح مش كريم. كريم اه مساعدة بتاعي واخوية صغيرة. هو كريم ليه متزن. ما تلف كريم قليلا. مزن بنافسك ليه كيمو. مش حدبان. مش حدبان. هو نوع من وقت الكاميرا. انت مش تطلع هنا خلي بالك. فلا وكريم اللي بنشتغل. وكريم بنسوق وبنروح. طب عندي سؤال مهم يا حسن. يعني انتو اكيد في البداية دي كنتش بتشتغل وفيش حاجة اسمها تمنت ساعات. ده. اكيد كان في حاجة اسمها اتناشر. احنا مشتغل كمس ساعة في زبوعة كانت. او شاكله ببيروحش ازا شاكله عايش في حاجة. طب اقول لك حاجة? مش هقول لك احنا مشتغل كمس ساعة. احنا هنبايع مقلصين تصوير الساعة تناشر ونص بالليل كريم بيت عندي في البيت اصلا عشان يجي لك النوع ده الساعة. طيب ازاي تلاقي ازاي. مش لنوع بعيد يا. طيب كريم انت بالنسبة لك بتيجي تقول لي حسن انا اشتغلت تلات ساعات زيادة انا عايز عايز فيش كلام ده. سالمين انت نفس الحاجة فيها اي حاجة اسمها او او ويكند او اي حاجة. دارين ايه سالمين صاري ما بتجيش مدرس شوتس بتليل عشان هي بنت. ايه. فعنا بتحافظ على بناتنا بس. اه ده بس عنا فيه فما منجيش بتأخذ بلي. بس غير كلا كلنا بنشتغل. احنا بنشتغل لك حاجة. انا مكتبي. وستوديو. وكل حاجة في البيت. ازاي بقى? ازاي بقى ان الناس ترضى تعمل ده معاك يا حسن? ليه? عشان بيشوفوني انا بعمل كده. يعني. وعشان عشان. انا مبطلش شغل. لا ما افهمك حاجة. ما هو انت عشان تخلي الناس تشتغل كده لازم يكون انت بتشتغل كده. ولا يا حاجتين لازم يكون هما بياخدوا كويسة ده اول حاجة. تانية حاجة لازم يكون شوفوني انت بتشتغل. ما يفعلش انا بقى بشغل وانا قاعدة عالك انا بقى من ساعة ستة ده. يعيب. طب هما معاك في في نفس الحاجة برضو هما عايزين يساعدون يساعدوا ناس. اقول لك سالمين لما ابتدت معي سالمين اقول لك سالمين ابتدت معي من سنة ونوص. جاب. اقول لك كابتعمل كابتعمل كونتنت بس صح? كابتعمل كونتنت بس فقط لا غيرك كابتعمل مسؤول عن كونتنت. دولايتي اتي مسؤول عن ايه يا سالمين? سالمين دولايتي ازمي بزنس مانجر. شوريز شونس دي بزنس. ماسكا كنت عندي كم سنة سالمين? جاب. جاب. سالمين وحش بمية رجل والله العظيم. جاب بتفشل. اه. اش اش سالمين اش سالمين انا. اه. اه. اي سالمين انا برد. سالمين انا برد. سالمين انا برد. لا ونفسوهم اه. فلا وسالمين بعد كده برضو خلي براك في الاول ما كنت. انا سامل النوع اللي هو ايه مسلا ممكن افتكر حاجة ساعة واحد الصبح ونه نايم فابتكلم ابعت حاجة. وهو كده. فابتعلم فاول كان ديه اوضو اللي هو ما بتقبليش انا بقى اشتقى كده. بس الحمد لله باقينا هتشتغل كلنا. جاب. ازا كان انا وعدو بقى تديم حق. وعنديه مصطفى نديم. بتاع جوريلا فت. اه. الاب. اه. الاب بالكومبني بتكلمناه كله. سالمين. اه. عندنا عمر احجازي كوتش. عندنا فرينا رمضان كوتش. عندنا مين تاني يا راساللومة? مالك المودريتر عندنا يا شادي وعمر كل الناس اللي بتصور عندنا كريم. مش عاو سنسى حد عندنا تيم اللي شهيني وده اللي تيم اللي بيعمل لي عشان كده دايما اولى حاجة عندنا دايلون بطلع سوشيال ميديا والنسبة تلخبط مني فتكر ان انا بعمل كده عشان فخم في نفسي بقول اصلاحنا عندنا. اصلاحنا رايحين. اصلاحنا جايين. فالنسبة لكن انا بتكلم على نفسي بالجمع. لا انا بتكلم لان انا. اوالي. نحن. نحن غوريلا الاول. اه. نحن غوريلا الاول. اه. لأ انا مش بقول. بقول الناحن. بقول احنا عشان انا مش هنا. انا دول. هما دول اللي بيشتغلوا وبيعملوا بتاع انا بس دي افتل على المش. فما يلاقوك انت بتشتغل كده يعني هم بيشوف وانا بيشتغل ست ين في السبوع انا باخد اجازة النص الخميس. نحن بعد الساعة ست. وباخد اجازة جمعة. احيانا يعني. او ده لو خدناك جمعة وزعلنا عشان احنا بقى اربع جمعات من اشتغل. اي حاجة يا كريم. عادي وسلوقتي. سرعة. كمانتك غالد الوصي وقتك. لسه بيقول لك وكتشتكيش وكتش طيب ليش. فبقول لك فان انت زي ان انت ان انت ان لزم انت تبقى مصدق الفيجت وبتشتغل عليها ازهار او بالنفس الطريقة اللي انت بدنعيز الناس تشتغل عليها. جميل. فعشان انت عامل نفسك بوص وقعد. فيش حاجة هايبني بتاعتك. لازم انت تبقى في انا صناعي ايه. في المدعك. انا صناعي ايه. بقول لهم انا صناعي انا مش بيه. انا راجل بعم اعرف انا في صناعيتي اعرف اعمل من اول اللي بيرجع دمبلز لغاية بتاع الشركة. وعديت فيهم كلهم. انا متى دي كنت اسيست من كوتش اه في اه قد كدر. وخدتها من هناك لغاية اه الحمد لله دي ما اينا من احسن الناس في فيل دي يعني ازاي زي ما انت بتقول او من يعني من طوب اللي في فيل. طب. طوب. 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 واحد من طوب. لا في ناس كتير كويسة والله عزيزي. لا اطبع. في جيل جيلي طالع. وبعكما في جيل تيك توك طالع بفيتنس انفلوينسس دول اللي هيكلونا كلنا عشتغل فيها دول الله. بتنبق لهم مستقبل تيك توك في الفيتنس. يعني لسه يعني بس ايزا انت بقى لان دلوقتي فيه بقى فورمة معينة كده انت ماشي فيها. يا انت وبقى كل الناس بتعمل نفس اللون. وكل الناس بتعمل نفس وكل الناس كنتنت بتاع بقى نفس قريب. يعني يعني فيه بقى فيه كده معينة ان انت مش هباس كله بيلبس اسود وكله بيتمرن نفس التمرينة وكله بيعمل مش عارف ايه وكله بيعمل ايه طب هو انا هتفرج عليه ليه وفيه خمسة تانين اجزاكلي زيه. فهم قصدي? وبيحاولوا يبقوا نفس الشخصية. نفس الشخصية وهي مش شخصية يعني انا في ناس في ناس ما بتتكلمش. فتنس ما بتتكلموش يا جماعة ما بتتكلموا عن ناس. طبعا مش ينفع كل حاجة تبقى فيديو كليب. يعني فيه كنتنت له الهول ماشي. متوفيشن. متوفيشن وكله بس ما بقى فلح شي بقى. فين لازم 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 انا هخش عندك عن المات الديني. انا انا ماجي بفكر في كنتنت باجي مسلا اقول ايه انا هعمل فيديو على كزا. ده هيساعدك ازاي? انت بقى كما بروس انا هشوفه. هيبقى هل هي دلوقتي ما تكلم فيها? هل هي بتاع? فبفكر المتلقى ازاي? ازاي مش هتقدر في حياته? يعني الناس بتيجي عندي دايما هتلاقي انت بتاخد حاجة اكشن بالحاجة تقدر تعملها. يا وصفة يا تمرينة يا فكرة يا حاجة يا حاجة في مسلا بتاع ازاي تزبط وقتك? يا زي ده انا قريبا ان انا بحاول اعمله. بفرج الناس على حلقتي. جميل. حسن احنا بقى لنا ساعة وعشر دايل. انا هنعرف ان انت مشغول جدا. لا انا معاك لغاية الاخر شوف انت عايزة تكمل ايه انا كده كده مفضلك انا مبسوط. انا مبسوط. انا مبسوط انا تمام. طيب. انا تمام. انا مبسوط انا بقى لي ساعتين. انا فكنا بنقولي بس انت. لا انا بالعكس انا معاك كم. كنا لسه في حتة كنا لسه في حتة. اه ان انت تعمل زي ما تعملش الناس الموجود. زي فكر معي كده. لو انت منتج. يعني احنا نسيدي احنا اعمل ازة مياه. ده انتخلش سوق المياه. وده اللي معاه فلوس معاهوش فلوس ده اي حد يا باش اخلي بالك احنا ابتديني اخلي بالك حاجة. طب اقول لك حاجة. طب اقول لك حاجة من الناس مش هتتدق. هل تعلم ان انا من ساعة محتلية تقسين وستاشة? لا رايد دلاتي. انا ما صرفتش خمسة جنيه على نفسي. تحطيش من فلوسي انا في شغلي خمسة جنيه. ليه? لان اول حاجة مكنش معي فلوس. ده اول حاجة. تاني حاجة لان بدي ده اول براندز وناس وبتاع ده باك مي وبيليذي مي وكلم ده كله وكلم ده كله فانا بشتغل اشتغلت انا كبيرت من خلال براندز. انا كبيرت من خلال شغلي. كبيرت من خلال بايتنشيبز. كبيرت من خلال ناس بتباك مي. بعد كده لان ده بعد بتوصل معي. طب راجل ده بيفهم. طب ما نجيبه وشوف هو بيعمل القصة دي ازاي. نخش معه ازاي. نعمل مع ازاي. فهي في الحقيقة. بس انا لغاية يومينا هزا. انا بحطها في حاجة تانية في حياتي شغلي بتاع في بتاع بس ما بحطاش شغل. ليه لان انا عشان الناس بتقول لك انت يعني الناس بتفكر ان انت اخدت. انا خدت في حياتي صرف عليها في تعليمي. بس انا بعد كده بقى يا باشا قعدت فتحة في حياتي. ما على اول حاجة لغاية 2012. 2012 كنت مفلس. 2012 انا مسلا كان في عليا فلوس كده الكادس عين. 2012 كانت دولار بخمسة ستة جنيني مسلا ساعتك. كانت شغل دولار. كان عليا مسلا emotما بخمسة عشين كده 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 كنتش عادة فتحة ازاي وكنش عادة فتحة ازاي وكنكش عادة فلوس. وكنت بخمتضي ماخت ستة سبعة تلوينيه في الشهة. كنت بصرفهم على خلجه الصهري اصلا وقتش عادة اعمل ايه اصلا متفهم اصلي خالص و افلت 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 افلا سودة افلت افلت سودة قنا بتطلعت في بلد في حيانا عش ما هايش بتسو葬 انزل اصلا اصلا مش هللال بش تاكي قومي وحاكيت القصة دي اصلا ادي اول مرة بحكيتها الا وصولة او اكتما ممكن اروح عاية لحد قريبي ولا بتاع لدي دين فلوسه بس انا مش عايز اعمل كامل على نية لو تسانات على حد افضل منصول على حد تروح حياتي. انا رزم زي ما انا عمدت حطيت نفسية رزم زي طالة عمل نفس فيها. هو هنا يمين هنا شمال عدت اخر اعمل مش عارف ايه عامل ايه بتاع ايه. صرافت الفلوس دي كلها لايه حسن? وانت بخل ماسهر وكنت بهلس وكنت بعمل حاجات كده وكانت. ايه هبل. كنت لست كنت بانيه ده واحد تايه في حياتي مش عارفه واحد زي. لغاية لما لقيت حتة رياضة شدتني بتريت اعمل تياس. تهمل حياتك بحاجات بحاجات بفراغات ايه باش اتمنها بخروجة بسفرية ببتاع مش عارفين. لغاية يا باش الواحد بيجي لو كانت بياخد همبورجر على الكنبة وينام اصلا يعني. اه والله العظيم. اه لا بس ارسلي ان هي عديت في فترة بحياتي وحشة جدا. وكان دايما انها خلي بالك حاجة ان ربنا لازم كل ما يعني بيختبرك لازم هيديك ظرف وحش فانت هتصبر. فهيديك ظرف وحش. شوف انت هتصبر رأة. فما انت تفتغل خلاص انها تاخد واحدة تالتة. شوف انت هتصبر رأة. بس الحمد لله انا كنت صبر وبعد كده خلي بالك حاجة انا اخطوله عمري. الحمد لله. انا راضي. يعني ايام ما كنت في عاشي انه كنت عامل عاجة. كنت راضي. لان انا كنت عارف من جوية ان ده المستوى اللي المجهود اللي انا هحطه في الحياة يعني. جامد. انت خلطتي. انا هحطت معاه. اما تبقى فيك شوية مخ. ازاك يتروح وتستخريجاتي ويه من ان انت من غيرتش تغالش في فتت حياتك. يعني تعدي المدلات. صح? تعدي فتت مدلسة من ان انت تذكر. تعدي الجامعة ان انت تذكر اللي هو اللي هينفعك. اللي انت هتستخدمه بعد كده ما تخرج. حاجات اللي هي الانجليزي وبتاعمش هفقيه كنت بعملها وبتاعمش هفقيها. انا ماينسيت واحد يعني. فاعمل بتاعمش هفقيه. بس معكا بتطلع من نفسك هتعمل. طب هتعمل ايه? انا لازم اشتر. فاكب نفسك اسكى من كل. هتعمل شون انت تنام وانت انا بشتغل. انا انا نفوت بقى راجل في يعني بيك الكلب بتاعي بقى بتقول بقى وكده وبتاعمش انا وياما هناك وبتاع انا بشتغل ست يوم في الاسبوع من تازل صباح للسبعة تمانية جديد. وانباح ما خلصين وانسعة واحد. واكتر يعني من اللي عادي مع انا. اللي عادي مع انا. انا مشتغل تقول ما في شغل. يعني كريم انا اشتغل مع انا. بس هو دا شغفك دلوقتي عشان كده انت تقدر تزوء للدرجة دي. ايوة طبعا. بس ما كانش في. لا اه هو كانش عارف في الاول وكانش بيطلع فلوس. انا اول ساعة انا كنت اشتغل نشو نانين كنتش بطلع منها فلوس. خالص. كان الجاية. ما كنتش بطلع في اول ست شغل كنتش بطلع فلوس خالص. والست شغل تانين تلعهم منهم تلع فلوس. هي لها تغطي اللي ما اصلا كان موجود. ودي حاجة مهمة حسن ان الناس لازم تفهم لما بتبدأ حاجة جديدة بالزات في حاجة انت بتحبها اولوياتك اللي ما يفعش تبقى فلوس في الاول. اولوياتك اللي ما يفعش تبقى فلوس عمتا. تضل تشتغل عشان فلوس. هترضل تشتغل عشان فلوس. اذا الهدف هو تهيض الجد بتاعك. دائما هيبقى في عربايا احلى. دائما هيبقى في خلص. hello and welcome to the copywriting course for virtual courses now. hey my name is jonathan kendall. i've had over 50 million dollars in direct sales from copy that i've written. why we buy anything? why things go viral? what are the influencers that make us do anything in our lives? the answers are at the core of all of copyright. so the cool thing about it is that not only i'm going to teach you how to think about this but i'm going to give you the exact templates that i use to skip steps speed up the process and make it so that compared to other copywriters you shine above the list. connecting problems that people have with solutions that companies have. what if you wrote websites? what if you wrote emails? what if you wrote ads? piece of advice about life. every single step of the way more and more people are going to drop off. so you got to ask yourself am i the one that's going to drop off or am i going to stick through the end? in general there are a few rules that you have to follow in order to write well. if you just watched the how to write a landing page which is basically a fancy word for website oh man you can charge a lot. we're going to talk about how to get a job. this is what they don't teach you at university for whatever reason. today virtual worker now has clients in north america that pay for all of these. in this course you're going to learn all of them. . سفرية دائما هيبقى في شقة. دائما هيبقى في بيت. اذا انت فضلت ببص على الفلوس هتفضل بص على الفلوس بقت حياتك وهتهخلص وهتتعب. وهو هتتعب. وغرلا في الاول ما يفعش كان بالقيص النجاح بتاعها يبقى فلوس. ده خالص. عشان لو كان ده. كياس النجاح. اول اروافعلنا من اول سنة. طاولت اول اربعة سنين ما كانش فيه فلوس. ما كانش. بتانيه تعمل من تاني سنة بس نا بتانيه تعمل شوية فلوس. شوية فلوس. فعلا بجد في عشرين عشرينة ما جاءت الكورونا بقى ونزلنا بالأب وعملنا ارخام واشتغلنا بقى موضوع ببزنس وبقى فيه تيم وبقى فيه تيم بقى بيران القصة دي خلصنا الأب دي دواتي وديفلوبت او اون تكنولوجي أب جديدة that we're using وليسا ويلاونشت في يناير بيتيم كامل بشتغل عليها عندنا فيجين بقى ان انا لسا خلوات انا بعمل حكاكة اوه يعني انا مسلا بعمل الأب دي ان شاء الله بدي بقى فيها online training as in group sessions and challenges فيها one on one فيها بعد كده اي كوميرس هتخش هتخش هتلاقي كل سبليمت ستاعت عجيل اللي كان نهدس هنا هتلاقي الكلام ده كله هتلاقي بنتم نشتغل بقى affiliate system the body is being built هتخش هتلاقي فعلا بقى 360 experience هتخش تشتغل عندي دمبل اشتغل عندي تيشرت اشتغل عندي training program اشتغل اللي انت عايزوا كله تشتغل ويجيلك دمبل بغاية البيت marketplace يا باشا كله everything يعني اهدافنا في الاخر hopefully one day نبقى super apple fitness that caters to everything امازونال فيتنس اوه بالجيمز بالproducts بالكلام ده كله ما كان لازم دايما تفكر في opportunity يعني مسلا اقول الحك يا مسلا في الكبدا ما تيجي تعمل مسلا المسلا الناس تيجي مسلا brand يعني مسلا انا بفكر مسلا في حاجة في الاب مسلا او في الماركتلاس ان انا مش بس بقى انا في الزمان كان بيجيلي brand ستقول لي عملي sponsor اعملي content فبعمل له content راسي فيه بعمل له اعلان pure ما عمله اي حاجة وتفر هو المتبقى ببطر ايه فبعمل هالو انا دلوقتي طبعا انا هو رزبون عندي طبعا انا عايوانت اوبسالهم اوبسالهم ازاي طبعا انا دلوقتي ممكن اهعمل له e-commerce website اخد منه listing فيه وحطه e-commerce website كاملا طبعا انا بدأ ما تنشعني فلوس انا هاخد منك نسبة من بتاعتك واعملك الفيديو ودي حاجة تكسبه اكتر حاجة تكسبه اكتر واحسن لها واحسن بتفتح جديد لازم دايما تبقى شجال تشوف انت بتحاول تطلع ازاي وتطور بتاعك اصلا اقول لك حاجة انا بحب اعمل جديد انا محبش اعمل التعامل يعني انا ما عارفش اعمل الحاجة حد اعماله قبل كده انا عايز اعمل انا بدايما حاول يعني في الفيتنس اما جينا عملنا قصة الفيتنس اب بالكلام ده كله ماس ماركت مش عارف ايه بتاعك اتحاجة متعملش قبل كده فهم اصدين اما جينا نعمل كنتنت بالعربي وبتاعي بتاعي في الاول ونخلق ونعمل ايش عارف ايه بتاع عملت كله حاجات فهم اصدين فدايما بحاول اشوف ايه الجديد وازاي استخدم تكنولوجي ان انا سهل حيات الناس في الفيتنس وان انا بست الفيتنس بتاعاته لان خلي بالك حاجة الفيتنس مش وان سايز فتس اول يعني مش لازم كلنا نبقى عندنا بين شوباي وضاهر طيب لأ احنا ممكن حد بنسبابي بقى بدمبليل عايز اطلع بس تسلم عايز اخس عايز اعافة لعب مع ايادي كمان شوية فهم قصدي كمان سينية اكبر كل واحد بتاعها مختلفة ايه اللي بيخليك اه مش عارف تنام ايه اللي حاجة اللي بتفكر فيها ما بتخلكش اتنام ايه حاجة انام في حاجة معينة لو امي زعلانة مني وده الحمد لله ما بيحصلش يعني زمانة لما كنو امي يعني بشلها فوق ده حاجة اه حاجة تنينيش اه غالبا يعني ازا حاجة ازا يعني في حاجات دايما بقى بعمل حاجة لغاية يوميا هزا مع ان انا عملت قربنا قرامي وكتب لي ان انا عمل حاجات كتير جدا ما كنتش تخيلها تحطيت في حاجات وبتاعه وعملت ووصلت حاجات ما راح مكنش يحلم بعشر في المئة لو وفيدة قربنا كريم ايه بس بس لسه بخاف ما بيجي اعمل امي حاجة مسلا بيجي لي مسلا بوترفلايز قبل ما طلع راح كبير باق لا بتنشن فبعضة هزّة وهي بتنش عشان عائلت عن باعها اول بجي لي يعرف اللي هو اللي امي افهات ملهاش اي معلم اي حاجة اي حاجة اه هزه اه 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 انا بتنشن اه 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 انا بتنشن كده فاهمه اواز لي فلسة لسة بقلا لسة بقلق مسلا مجي طلع ادي speech out بتاع مش عارف ايه اجيب بتكلم بتاع اول متعليتين ثانية بقى نسخوض بقى كل حاجة. بس اه بقى الحاجة المتخينيش انام بالليل زي انا علي فلوس لحد. الحمد لله. انا اتعلمت يا باش انا بقاش عليك فلوس لحد ولا لكيد الكارد ولا البنك ولا لحد. تشتغل بفلوسك. على قد كارد اللي باشتري بي حاجتي وبتعمل فيه مصاريش يا ده. ولا يا باش استدين لحد ولا مستنفش حد ولا الكلام ده كله باش اتنام بالليل. تعف اتنام استهى. اي فلوس لحد انت قد اصعب. دي كان عنها فتح اما كان عليها فتح اللي هي في ديون في حياتي كنت لها فشل بحدي الدوية. مش ما عرف ان هي ما كان عليها فلوس الناس. بس اه ده دي دي الحاجتين اللي ممكن ان اه ما ينميليش. بس عمد لله ان الواحد دايما بيعمل عليه. بيضب بنا. بقى خلاص بقى كده ولتزم وكده بقى اش في حاجة غلط حياته بقى. فبقى حتي الفلوس دي حسن. اه انت موظف شركتك بيجي لك مرتب ولا اي فلوس بتخش تاخدها بتصرفها ولا عامل لنفسك وعيش. عالى. انا انا هقول لك حاجة. انا عندي كزا انا عندي اانا بعملو مثلا مع الكلام دا كله بيخل دا بيتخلي خلال لي؟ لان انا هدف مني ا Stella مش هدا في نايه كده.ها الشкахة بقى سنة فيش شباب كتير اول لما تعمل لأ يروحوا يروح يشتروا ايه حطوا قصة على العربية يروحوا يحطوا مش عارف ايه. كل حاجة بوس انت ممكن شتاء اي حاجة في مصة بالقصة. من اول الساعة غاية العربية غاية اللبس. اي حاجة في مصة ممكن تقصات. وده غلط ان انت انا عملت كده في الاول. عشان مثلا انا انا عملش كده. جالي فترة في الاول ممساكت فلوس حيط طبعا كلنا بنادم ضعيف. عبلت شوية في الاول. بس مع كده فهمت ان انا اللي هيفضلي مش الفلوس ولا كلمة اللي هيفضلي شغل. حاسس ان انت كان عندك اكتر زمان عشان كنت لابس ساعة والعربية وكده اكتر من دوقتي ولا ما كانتش تفرق? خالص انا بتفرق بس انا زمان كنت عربية مش عارس اقول لعربية انا حقيقش يعني بس انا عربية مش حلوة وبرح بيها شغل وبرح بيها شغل وبرح بيها كله كنت لس زي ما انا. ببلا قرامي بقى معي الفلوس وانا غاوي عربيات جبت عربية وجبت ساعة وجبت كله. عشان كده انا بقول لك انا مساعة السوشي مية ولا بقول لان انا بتاع بيشوف الساعة ساعية عشان لابسها في ايدي. بس ما استفزش الناس ولا بصور عربيتي ولا عامل كله وكده دي مش معلومة تضيف ومش الكلام ده كله لان انا انت بتحبيه عشان بحظر عشان بقول لبعلومة بساعدك بنقل الخضر بس مش بتحبيه عشان شكل يحل ولا عشان كلم ده كله فهم مصدي ده انا ده مرد مداستي في الحياة انا بوكر الصبح يعني اللي قده اللي حصل عليه الظروف فليست وراحت مني فلوس وراحت معلومة بتاع اما بوكر الصبح انا حسن قبل والراجل اللي بيساعد الناس بيعمل فيديوز وبتاع مش هافئة اولو ناس ومبعنز بتاحترمو الناس بتاحترمو فهم مصدي دي اللي هيفضل. جب. لما انت موكر بوكر وتبقى وتبقى راجعة في مصد بس مش هتبقى. هدف غوريلا كام? هدف غوريلا ان انت هتمرن كام واحدة ويبقى في كام واحد وتمرن في السنة. لو انت بتحط فلوسها كلها. انا هدي اهداف كتير جدا في حاجة. انا انا اصلا من المدازة اللي بشتغل يعني انا بعمل ااب وبعمل سيروس مع اوانش وبعمل لبس. وبعمل كامل ده كله. بحكي عندي في بداية ولسه. جميل. اه وبشتغل مع مع الدولة داتي في حاجاتي. اه فعندي اهدف كل واحدة من دول. يعني غوريلا نفسي اصلا انها انا هدف ان انا اشتغل على غوريلا دي عشرة سنين. كبراند. تبقى عندها في الحتة داتي احنا بناسس شركة اه عندنا 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 لبس بنطور فيه ونعمل بقى اللي احنا كعندها بس. اه فعايز اكبر مختلفة كتير في كزا حاجة ويمكن يعني كنت عايز افتح. وكده بتاع يعني انت كل ده مش عايز تفتح جيم اوفلاين. انا جالي اكتر واحد في مصر جاله من جيمز. تيجي لك من شطابة ومتاع وانا دي لك من متخيح. وانا بقول لا. لان انا شغلانتي اللي انا بعملها دلوقتي ان انا عندي مكتبي بستوديو في البيت. بشتغل على تسعين الف حاجة ومعايا تيم بيشتغل معايا تسعين الف حاجة تانية. بيخليني اقوم بلش كتير جدا وانشوف شغلي احسن. بتأثر الاف يعني خمس وعشرين فيه فيه جيم بتقدر تمرر فيه خمس وعشرين واحد في السنة. انا كنت باقوله انا كنت باقل زمان كنت بمانخة عشرين واحد خمس وعشر واحد. انا بداية بطلع الكلام بكلم من الممت الف واحد على انستجاة. ده شايف ممكن انا مش بعيب على حاجة كده انا بالنسبة لي. ده انت. ده. وده علي علي انا. تفهم قصدي? فبشوف الناس ما هي تيجي تقولك انا حاول مش يمكن دي مش ليك. يمكن بتاعتك في فتنس برضو بس مش بالطريقة دي. يمكن بتاعتك ان ان انت ايه عشان روح افتح جيمة محتاج ممكن تعمل خمس من فيه ستين طريقة تانية. فيه بوس على خارج. انا كلنا بقلنا ستنين قاد بوس على فهم الحاجة. ده انا مش انا بحابش عايب بس اصدي مسلا. مش بيع ده مش. زي من الناس مسلا اقول لك. انا بقى بشوف نقطة مختلفة في بتاعي. في شباب بيبتدوا. يعمل كونتونت. وايه بعتولي. فيه ناس مسلا تقولي بص على كونتونت وقول لانه رايك. بص على كونتونت دي اللو بتاع. فيه ناس بقى تبعت لك بالصخة عمياء. نزل لها عندك او مش ممكن. نزل. اه نزل لها عندك. اه. ليه? نزل عندي على ستوريز. ليه ليه مش ليه عشان انا مش مسلا مش وحش مش عايز تبقى لك عشر سنين. انا انا بقى لي عشر بقى لي بقى لي عدي ايه شغال في الفيلد والكلام ده كله. احنا ما اقتلنا ما كانش حد بيساعدنا احنا بنساعد الناس. بس اساعدك اقول لك ما فيش فيه فيه لانش. بس هما ليه ايه ايه هما ليه فاكرين الشركة يعني. انا بص على حاجة بقديمة مشكلة بقى. ممكن على حاجة انا اكبر سنة في السنة انا ربعين. بس لسا انتواتش باشتغل مع الشباب واشتغل بتاع اكبر حاجتين باشوفهم. مشكلة في الشباب. ان اا 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 صراحة يعني. واللي دول هيبقوا في الجيل الجديد. اا اا ان انت ان انا بس ان انا استحق. ايو انا مستحق. انا خلاصتوا معي انا شحيدة فانا لازم يجيلي شغل انا ليه. ايو ايو. انا اشتغل انا مش عارف ايه فانا لازم مش عارفيني يعمل لي ايه. ليه? فيش حاجة لازم. اه اللي هو ما تعملش كده. لا انا معايش هادة. انا معايش هادة. لا اصناها معايش هادة. لا اصناها معايش هادة. لا اصناها معايش هادة. لا اصناها دعيب. لا اصناها انا مش عارف ايه. انا معايش هادة في الدنيا لازم. الحاجة معايش هادة في الدنيا لازم اللي انت بتشتغله. انا وغير ما اشتغل. مفيش حد بيعمل كده في الدنيا. مفيش حد هتبعث له يقول له نزلي فانا مسلا يعني انت بقعتيني فيديو بتاعك وانا زلت ستوري خلاص بقى انا زلت فيديو بتاعك ستوري فكل الناس هتخش تعمل اكفولو فانت خلاص هتبقى نجمع وهتبقى بتاع لا. ولا هتقصر ازاس. ولا هتقصر ازاس. ولا هتقصر ازاس. ما احنا بنام نري بوست للشباب كتير جدا في حياتنا في ناس بتوصل في ناس متوصلش في ناس بعثتلي انا شفت فيه ناس فيه براحة مولة بنتي جاتلي في مول مش عارف ايه دوقتي دوقتي بشوفها تاني شغالة في جيم بتاع وبتعمل كنتنت لازل وقتام شغال ايه بتاع اشتغلت على نفسها وخدت كلام ده كله ليه مش مستحق اي حاجة راحت وقدمت في الجيم وتعلمت وشتغلت على نفسها وكلام ده كله. سلف انتائت اللي بتاع انا استحق عشان اتخلقت من الجامعة عشان اتعبت عشان بتاعب لأ مش كلهم واحد تشتغل وتاعب هيلاقي. ومش ايه اللي حياتهم فيه. عشان بس انا ما تستنيه. انا استحق اكتر من حسن. انا لا انا استحقت. انا عملي وقصيت لحد. قلت انا استحق اكتر منه. ولا هو ما استحق. ولا ما استحقش ولا بتاع. انا كل ما انا ما بيشوف حيات ركب عبية حلو في الشراء. اسأل كان يم بقول له ايه. ربنا بريك له فيها. ويدي له خير في الشراء. افرح له ان هو اكيد الراجل ده تاعب في حياته. حتى لو هو كان حرامي. هكيد الراجل ده تاعب برضه في حيات اين كينيا. بس قصد دي نوع ايه? رجل تاعب انا اتمنى له الخير اللي اتمنى له الشراء. ما هيدي بقلش قصة ان الارزاق لا تتعرض يعني معا. ربنا خلقنا كلنا كل واحد لرزق. احنا مئة وعشر مليون بني ادم مش مش انا وانت اللي احنا يعني انا رفزين على بعض. فدي بقى لحيطة اللي ايه لانهي الانتاليتي. لو الناس دايما عايزة ايزي وين. انا خلاص في الشباب دي ممكن ما تطلعش بزنس ومن ليه ما تطلعش بتاعه. مش لازم كل الناس تطلع على سؤالة حاجة نتخلي بالك ان شغل لك مصر موضة. هاجع بقى بيقى شوية خطوات الورد. فاكر اما كل الناس فتحت محلات كبكيكس. يس. سوشي. صح? محلات سوشي. بقى كل الناس بقى فوتوكورفرز. يس. بقى فيتنس كوتشيس. برضو. وبقى يوجيس. فموضة احنا الشغلات في مصر عندنا. ما فيش تطوير. يعني انا بقى لي تلاتاشة بس ما بعملش. يا بس عشان انت مجددش من نفسك. مجددش من نفسك ومتقدمش حاجة جديدة في السوق. انت داخل بيبيع الموجود في السوق. طب ان ايه هاخدك عشان انت عانية خضرة ولا عشان انت دامك خفيف? لا. ما هي دازنوك دا قوي. انت هيبش هازم عندك ادج. يعني هولا حال. انا 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 لو كنت طلعت تكلمت على سوشيونية في الاول. ما كنتش كاسبان في ايجبت ما كنتش هاوصل لما كنت فيه ده بس. مسلا. ليه? انت ما كاسبتش في ايجبت? اكيد انت يعني يا رجل عندك شوية بتفهم. انت بطل في الاخر. بدتك شوية في مجالك. ما يفعلش ان انت تجيب كمرة وتطلع تتكلم وتقول الناس تعمل ايه في مجال. انت لسه معندكش ايه. ده ايه. مصدين? لازم ده ايه. انت لازم يبقى عندك حاجة. رسنا عندك اي كان اي كان. μας يبقى ان انت أخدت شهده. اننا ان انت عملت حاجة. يبقى شغل. يبقى شغل. يبقى حاجة على القضي ملموسة. انه نقدر خلي بالك حاجة انت بات تساري بالسوشا ميديا في سهلي جدا ان انت بيك شكلك بتشتغل ان انت متشتغلش. اه Filter office انا انا في ميتنجز. اه انا في ميتنجز انا بتاعت وانا بتاع وانا بتاع وانا ساين ديس وانا عملت ديس وانا عملت ديس وانا عملت ديس وبتعمل شاب ايه واسا بعد كمش عبر بتسهلش ما كان الناس الزامل فاكنا انت زاملنا ما كان أول بتقصة الانفلوينسز كانت ناس مش فهمة انه الناس بيتفعل لفلوله فلوه فلوس عشان يجال لهم الهدايا وعمل لانبوكسنج وبتاع انت الزامل بات فاهمة كل حاجة انت بتعمل بسطورية اتبقى انا بتعمل فلوس اما شاب ايه نفس القصة ناس بقى كتير جدا نوسكين تايم بقى عالي والناس بتسباند كتير جدا على تليفونتها. فازانتها مش هديتنيش. وعندك حاجة مختلفة وعندك على شخصيتك. عيا كان لازاستك. علم زيادة مع علومة زيادة حاجة بتاع. ايه رأيك في الشباب اللي اتكبر صفحاتها بالفيك فولوينج. بالزاد في حتة الفيتنس. بالفيك فولوينج. ليه هتزعل الناس مننا بقى? لازم. ما لازم لازم نحطهم عشان في شباب بتفكر بيشوفوا الناس دي طالعة. وبفكر هو ده الصح ياخدوا الشور كت ده. موضوع موضوع ده عامل عامل زي ايه? اما انت ترسم لنفسك صورة في المارك والناس شايفك بطريقة مختلفة. فانت دراتي ازا انت عندك الفولوينجز بتوعك فيك واللايكات بتاعتك فيك. طب انت عندك ايه الحقيقي? انت يعني هل انت كده بتقدم حاجة? حاجة تقرف. هل انت بتقدم حاجة? مش انت تقرف انت يا رباني ادم. ازا ما بينك ومين نفسك بتنمي زي بالليز ازا انت عارف انت. هو حلو ما بنفضل. اما بنيجي ننزل على الارض بقى في افنس ولا الكلام ده كله ببان بقى مين بيتطور مع مين ومين بيجي. بس اصد فيك ازاي? اصد فيك ازاي لو انت كذاب اريدي? انت فاهم? يعني زحو بفي. اصد فيك ليه? بس على حاجة. انت لازم الدنيا الدنيا داتي بقت اسهل مما يقول. انا ممكن بوكة الصبح اصحى عامل اكاونت وعني مليون فولور. وبلايكاته بحاجة كاتو. بكل اللي انت عايز. بكل اللي انت عايز يا بشر سهل. ام سهلة بس دلوقتي فيه مبال اد فاليوم. انت انت اي قيمة مضيفة اللي انت بتضيفها للعالم? هل انت بتمضي وقت? تنازل صور وتاخد لايكات وتنازل صور وتاخد لايكات وتتمضي وقت ولا انت بتساعد الناس? هل انت يعني انت داتي اما تيجي ناس تبطل تحط بوس او تختفي شوية هالناس هتدور عليك. ايه? ايه اللي انت بتقدمه? لازم يبقى عندك انت انت احنا ما ينفعش نبقى جيين الحياة نقضي وقت. ناكله ناشراب والنام. ما ما ينفعش. لازم تشتغل. لازم تشتغل مش عكا ما تكلمش ان انت تبني ايه حاجة خزعبلية. مش لازم تليدر في البتاع ده كله كل واحد على قد يا باشا. اما وزي ما اقولك تشاب الله كنت لسه بدي الاسم بس انا عشان ديله كانت بس مش فاكة. بس ايه يا باشا ما عاكنش عاي حاجة نزل. سنتين ايه سنتين يا معلم بقى راجل عنده عربية ولا بقى ورس ولا بتاعه وانا امام اديته ولا مش عارف ايه ولا الكلام تقول. بس اشتغل سنتين بقى عنده عربية وبقى اشتغل في ماتزل في ماتزل اللي عشان كبيرة وبياخد ماتتا بياخد ديه. اشتغل على نفسه. بتاري يدرس وبتاري يعمل وش عارف ايه ونزل وخد اسكو سابق او اسكندرية. فكرة في الرحلة بتاعتها. رحلة بتاعتها مش كل حاجة تعملها في حياتك. انت ممكن تعمل القصة دي وتلس شعر في الحيطة. بس هتفهم انت عملت ايه غلط. محدش بيتعلم من نجاح. الكلام بتعلم الفشرة. النجاح يعني مديجي نجاح حيات اه بس ازني انت انت بقى كواحي جول بالقصة دي. انا نجحت طبعا انا نجحت عشان ربما قرمني. بس انا افشلت افشلت ايه عشان عملت واحد اتنين تلاتة غلط. دايما بيقى في بديل سلاسن فهم بصدي. بس الشباب اللي هو بقى انت 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 دميرة يعني ما خرمك حاجة على سال الدنيا بقى سهلة فانت دلوقتي لازم انت اللي بيحجم 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 عندك تحكمك. ما ينفعش انت تبقى ماشي بالعالم اللي هو في الهليهلي ده. انت دلوقتي يا بشرة هل انت تقبل على نفسك ان انت تعمل قصة الفيك فولوز وقال من كله خلاص. بس انت كده بتحطي في حتة تانية في السوق. يعني احنا حتى بنيجي مبص. انا بعمل فولو. شاباب اللي شايفهم بيقدموا في فيد الفيتنس حاجات جديدة وكان ده كله في مصدي وكلام بقى بعكس وبخش وبقوله بعد. بس انت دخلت ولاقيت ان انت فيك فولوز انا قريضي بشيلك من دماغي. ليه? انت بتاع شورت كوتس. كل الناس بيضع على شورت كوتس. يعني انا مسلا الناس بتجي لي مسلا اسئلة في حتة الرياضة. يقول لك ايه رأيك في حباية مش عارف ايه? او دواء ايه? او الاي ام اس سوت اللي هما بيصوم عارف اللي طلعة دي الاي ام اس سوت اللي بيصوم بالكهرباء دي. اه لا ده مدراتي بقى بيطلعة في مصر موضة. اي بس ده مصر بيتفننوا ازاي تعمل الحاجة من غير ما تعملها. فغابين بدل اسمها اي ام اس. بدي بي حاجة ما حصلت. اه? لا تبا او كده. او ايه ايه. كنا من قولي. الامس 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 دي بدلة باشام تلبسها كل جسمك وبيقى فيها اه الكترودز واصلة على العضل هي تستيمليات فانت تبقى واقف فتعمل سكوت فكأنك عملت تعمل سكوت واحد فكأنك عملت عشين سكوت مسلا اه. انا مراضية حاجة كده. شورت كوت تلت ساعة في اليوم. انا بابعة شؤتي على شورة كاتس. انا تيجي تسيني في شاركاتس اقول لك انا معرفش فيها ليل انا انا مليش في شورة كاتس. هات تعلم شغل؟ لازم حاجة لازم تبنيها. ولازم تعمل تتعب فيها ولازم تعال يشار بقال إقعالها واتقضرة. جاي مش تيجير تقولي اعمل للشارج فاقيه ويحاء مش بعدي. مش بعelet بعيل قطقة. اي حد لأ بياخد شورة كاتس. مانت مش عايز تبقى مع حد زي كده يعني خلاص خليه انت ولا هبقى معي ولا هتصور معي ولا هشوفه ولا هعمل معي ولا هتكلم معي لانها منسبة لي لأ. لأ. انما لو انت فعلا بقى بتجدد وبتاعنا هاجي واول واحدة واقف وسقف لك. وبحترمك. بالعكس حتى لان انت اما بتتعب وبتشتغل بتخليني انا اتعب واشتغل. وتخليني عايزة يطلع عالجديد اكدد من عندك. وتخليني عايزة عامل اللي انت متعرفش تفكر فيه. صح. وبتسخني. لما انت بقى واحد بقى جاي تقضي وقت بتشتغي بتاعنا خلص ماشي عام اقضي وقت بس انت مش مش عندي يعني يعني عندي انا ما عم بتقضي وقت. حسن عايزة تقولي اي اخر حاجة بقى لنا ساعة ونص. يا لهوي. ساعة ونص. اه. 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 اصلا يوش دي بقى بتكلم. فما بقى بقى بتكلم بقى خلص الكلام فالكلام بياخلص في الفيديو. فما قصد لي بقى اجست بقى اي انا في حد بتحاولي. اصلا حد ساقك مطلع ميني كلام كانت خلقت ميني كلام كتير جدا. اه. مش حاجة اقول لك يا يوسف اقول حاجة جدا. والله يا برو تانكيو ليك انت ان انت جيت والله يا حاجة انا بسوط جدا ان احنا تعرفت عليك اساسا. بجد لا. بسوط او ان انا بتعرف على حد بتاعه يعني اعلى مني بعيد جدا يعني. لا يا عامل انا كنا سبعين بكم سانة يعني مش حاجاتنا هتبقى زي الفل. فظيع يعني. طب ايدي زي الفل وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اه. انا عاجبني جدا البودكاست وعاجبني ان انت. ربنا خليك ولا اه. ان احنا ننقل قصتنا وخبتنا. اه لان احنا ما بنيجي نحكي قصتنا وخبتنا دايما تيجي تكلم عن الناس وشتحكيها. حلو زي ما انت بيقى عندك حد ويطلع منك الحاجات دي. فبقى اكثر عاجبني البلاتفورم اللي انت عامله. واللي كل خد تتور في اه. في دابلي وفي دي ام. في دابلي اه تحت عاجبني ساتب. اصلا بحب الناس اللي هتعمل ساتب لايت ولزيز وافيشنت. واحنا 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 زي بعض يعني احنا الشركة اللي انا بدأتها برضو بدأتها من البلاتفورم بتاعتي اكتب على الفيديوهات كوميديا. وكل او اناين مكانش عندي مكتب. والربعمائة موظف كلهم من البيت. مفيش مكتب مفيش كلها. هل بقى الفلوهز دول جولك جولك عشان انت بتاعي جولك عشان انت بيحبوك. وقل لك عشان بيحبوك. ما قل لكش عشان انت كم معاك فلوس ولا قل لك عشان انت. نفس الحاجة الناس كانت عايزة تجيشتغل معايا بتدينيش تعمل كزا كزا ومرة واحدة وشوية شوية شوية شوية. وازاي بقى تقلب من وشركة والكلام ده كله. وبقى شركة وبقى الواحده ودلوقتي كزا حاجة. وهو ده بقى خليبه لك حاجة ايش? انت كل واحد بيعرف فهم الحاجة كويسة يا فهم الحاجة كويسة. والشركات الكبيرة اللي هي بتنفسنا اللي في كل الفيلد واحد بتاع فيه شركات بيحبوك. ده نات از اجايل. وهو خلاص بقى كل بيشتغل من البيت يا باشا في احنا خلاص احنا بقى مختلف خلاص وانو كان حدش كان يعني احنا داتي مناقب عدقة هابا انا كنت فاكر عدقة هابا كباببطية زي بلانت ستونز دي بتاع. ده بس يعني دولش في في ايه توبيكس حسن عايز تكلم عنها بودكاست كامل في ايه مسلا انت شايف ان انت محتاج تتكلم عنها ساعة لوحدة. ساعة لوحدةة. يعني ايه في ايه يعني ديني مسلا تلات حاجات انت شايف لأ الواحد هنازم نتكلم في واحد اتنين في الحاجة دي ساعة بس. يعني مسلا الايجو الااا الايجو 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 انا مكملتش لحطة الايجو دي وسا بتاعز اقول الايجو هو الكبر احنا احنا خدنا الديه. احنا اه اه اه. كبر ده اللي طلع عشطان الجنة. لما ربنا. قال لش الملايكة كلهم مسجدوا لادم. صح. كلهم سجدوا. اشترى انا كنا سجد له ازاي انت خلقتين من نوعهم امتين. عنا سجد له ازاي. قالوا خد انت من هنا بتاع. فعشان ده كبل. فالكبل ده خارج. فبساح نشو منقول عليه ايجو. ونقول مش عارف قالي ايه فبقى متقبل في كده. بقى كانت هل انت عمك شوفت حد مسلا جيت امسا قولك. اتحال عمك انا صعب ده عليها حتة الدين ايجو. بص امسا حيالي. امسا في حد بيقول كده. فالايجو يا جماعة ما هو يصير مش حد. في ان انت بتبقى بتضحك على نفسك وشايف لي نفسك صورة. انت راسم نفسك صورة. الناس شايفك ازاي? وهما مش شايفينك كده في بوضعك اهبل. انا عايز اعرفك على واحد متكبر موت. ايه. بس لأ. بس لأ. طب نتكلم في ايه? نتكلم نتكلم با. جامد. لان الناس دولتي اقول لك حاجة. لما استهب بعض الفاتر اللي فات. اما بتكلم عالشباب الفاتر بتاعتي بيسألوا. انا دولتي عايز ابتدي بيزنس ايه? ابتدي بيزنس فين? ابتدي بتاعي. لازم زي نعلم الناس زي انت ادنتفايوا القصة. لان مسلا دولتي الناس بتكلم في بيزنس اللي هي كانت تنفع في من سنتين. يأ. مش اللي تنفع دلوقتي. يأ. عالم تغير. الناس كلها بتشتغل من البيت. الناس كلها بتشتغل في وانت وانت مركز برضو في البزنس بتاعك زي نتفليكس. نتفليكس. نتفليكس مودل. انت فهم? يعني في صغير. في صغير. ماس. الشهر. الشهر يا بشر. ومركز في بتاع الكلاينت بتاعك. بقى كمان بديله بقى كمان وحاجات وكده وكلها مش بريميوم. فانا بكيت للكلاينت معين اللي انا بحاول انابله ان هو يعيش عايات الفيتنس. يتمرن زيك وياكل زيك ويعمل كله. ومش مركز نتروح تعمل شايف ان الكريبتو طاير دلوقتي تخش طاير. لا انا عايز او حاجة. بص انا بشتغل حط فلوسي في الحاجة اللي انا عرف اعملها بايدي. ده بص انا بص انا بتاعنا في عندي صحابي مولعين بدوني بكريبتو. بس عشان كده انت البزنس بتاعك انا بشتغل الله طاير. اصلي انا بعمل فلوس من حاجك ببنا بدينا فيها بحبها. بدينا فيها فلسة كويسة. زي ما عام نمتش عليها زي ما انا عامل كده وبشتغل ست ايام في الزبوع موت نفسي وباني سات اب جوة بيتي عشان اصحى وبقى بتساعة تسعة ستة الصبح وباشتغلت ما يبقى يبقى انت بتهزر. بس خلي بقى لك الفلس هتجيلك في حياتك مولاتين تلاتة. وانا جاي لي قبل كده فلستين تلاتة ومستقش فيهم. فما جات لي دي اخطراني ومش هسابها يا باشا. خالص. وابقى كده بقى انت عارف انت ايه? اما تبقى دخلت حاجة. وانت بس كنت حطس لنفسك مثلا ان انت توصل هنا بقى انت وصلت هنا فاي حاجة بتيجي بونس. انا اصلا ان انا تمام انا تمام من سنتين وربا اخسم بالله عزيزي ما انا تمام من سنتين انا لو بطلت شغل انا كده تمام. بس انا بقى كل شوية طب. طب احنا بنزقه وبتعدي. وبتكمل طب احنا انا طب انا عايزة شوف انا وصل فين. ده بقى هادف في الحقيقة. تشوف ايه حاجات خش في ايه حاجات وتجرب. وتقع وتقوم. 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 احنا فشلنا في حياتنا. انا فشلت في حياتي كتير جدا. فعلاقاته. يعني حظي مش حل. وانا بعض من اختلاطك مش كويه سلتين مع بعض يعني. فمش ناجح في حياتة العلاقات دي. بس انا مع وقت بربنا اتكريمني مسلا. ناو كنتم اوكد بقى اقول لي كما عارض العلاقات والعلاقات بنت تكلبه وانش عارف ايه والكلام ده كله. والناس. 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 ده دي. بس انا مش بديدي. فحاولتش بقى افضل بقى كده بتالي انا بنا مديني حياتي. ناس بتعمل يفالو وناس بالكحبيني وناس بالدعيدي. والناس يشغل معي وبدي يشوف وبديل حاجات كتير جدا. مساء الناس دايما تشوف اللي مش عندها. واتعيط عليها مش بشوف اللي عندها. لا الحمد لله انا بنا مديني اكتر من الناس لحيات. جميل جدا حسن. ودي حلقتنا النهاردة جماعة. دول حلقتين غاليما غاليما يعني. لا لا الناس هتتفرج من الاول ديها لغاية اخر ديها انا اوعدك بده. احب اشكركم يا جماعة. احب اشكر حسن ان هو جي. احب اشكر كريم وسلمين. سلمين اسمه خطير قوي على فكرة. سلمين يقول للناس بيعلق على اسم سلمين. اصلا اخت اسمها سلمة. سلمة. اه ده كل حاجة وحاجات موضيهاش قبل كده. انا قلت حاجات تيه ناس هتزعل لله. لا خالص خالص خالص. اه بس يا جماعة ما تنسوش تعملوا اه فولو حسن طبعا لو انتم مش عاملين الفولو ده انتم عاملين الفولو الريدي يعني. اه هنحط لكم لنك لو عايزين تبقوا على او اي حاجة تتمرنوا مع الكميونيتي ما تكلمناش عن حتة ان انت تبني كوميونيتي نبقى نتكلم عنها المرة الجاية لو عايز حسن. انا حاجة الناس بتشيه لناس. اه ان انت تبني كوميونيتي ده الاول مشاركات زي اول مشاركات وانت شوف انت كام شركات دلوقتي بقت عقلت فولو. يا اول مشاركات ومالتي ناشن مش بس اول اول وناس. ابل ابل عاملت بقى قلت دلوقتي بص عليها بقى سهية هي في الاخر جامل فشل. دي حلقتنا يا جماعة. اشكركم انت فارضكم. ما ما تنسوش نفسي اقول اعملوا في اول حلقة. في يوم بس واحد. قبلوا انا. نخش اه Bash 한� Ex. o årاخر اخير لا هسنلو سنignon التوصلش. بحبكم يا جماعة عشان كم الحلقة الجاية ان شاء الله الحلقة دي تكونوا عجبتكم واشكركم السبورط كله ايه دي هافلت خلاص? قلاص. الكاميرات معفنا اللي احنا اعمل ايه طيب اه استجام Associate دي هاته كاملات عدلة. انا اسف انا اسف انا اسف الآن انا فريخ لو اصلا بدأس انتوصلش. بحبكم يا جماعة عشانكم بالحلقة الجاية ان شاء الله الحلقة دي تكونوا عجبتكم واشكوركم السبورت كله ايه دي قفلت خلاص? انت خلاص. الكاميرات معفنا اللي احنا. اعمل ايه طيب? اه جاست جامد. هاته كاميرات عدلة. انا ازف. انا ازف. انا ازف. انا ازف. انا ازف. انا ازف. انا ازف تاني. واحد اسمه والشاب صغير بعمل حاجة في ايه. اسمه يوسف سودان. اه بعشا يوسف. اه طبعا. اه. يوسف كلمني. قال لي بقولك ايه تيجي وبتعمش عف ايه وبتعم فانا روح له انا اي حد بيكلمني بروح له عمد يعني. ونفرنا اعمل فورتي فايف مينتز. وان اول ان فورتي فايف مينتز. تشير. ساعتين اللي رابع. قلتولها معنى مش هينفع والله عزيم. يعني وانت عملت معك نفس. انا انا قبل انا قبل مبدأ البودكاست اصلا روحت اليوسف هو اول واحد عزيمني اول بودكاست عملته في حياتي مع يوسف. اه الله. لا يوسف بقى لك ايه. فضيع. وبيشتغل وبيحب الشغلات ده وهيوصل. لا لا هو بالنسبة لي اساسا واصل. والله. يوسف والحلقة قاعدتها ثلاثة مع بعض حلو قوي. اه اه. طب فانا تفرنكت عليه. بجد والله. اه. طب. تاني حلقة طويلة هينده. ان شاء الله. اه. يقفل بقى الحلقة احنا عانينا بنقفل فيها بقى لربة ساعة. اه. 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 بس خلاص كده شكرا جمعا.